بسم الله الرحمن الرحيم منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق نقرأ لكم كتاب العالم إلى أين الكاتب نعوم تشومسكي حاوره سي جي بولي كرونيو ترجمة ريم طويل مقدمة تقدم الحوارات الموجودة في هذا الكتاب وجهة نظر المفكر العالمي البارز حول نتائج العلمة الرأسمالية وغيرها من المواضيع كما تم تسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية تحديداً بين أواخر 2013 وبداية 2017 ونشرت أولاً في موقع truth out كان نعوم تشومسكي ضمير أمريكا لأكثر من نصف قرن حتى لو أن غالبية الأمريكيين لا يعرفونه إضافة إلى أنه المفكر الأشهر في العالم الذي يتحدث باستمرار عن العدوانية الأمريكية ويدافع عن حقوق الضعفاء والمظلومين في كل أنحاء العالم منذ الحرب الفيتنامية حتى الآن تقوم تحليلاته على حقائق لا تقبل الجتل وتكون موجهة أيضاً باعتبارات أخلاقية عميقة عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية يبقى صوت تشومسكي شعلة الأمل والتفاؤل الاستثنائية في هذه الأوقات العصيبة العصر الذي يتميز بنعدام العدالة الاقتصادية وتنامي الاستبداد والداروينية الاجتماعية مع يسار أدار ظهره للصراع الطبقي لا تزال هناك أحياناً مؤشرات قوية وباضحة في الطيف السياسي والاجتماعي الاقتصادي بالكامل في المجتمعات الغربية المتقدمة على أن العولمة الرأسمالية والسياسات الليبرالية الجديدة تترافق مع تهديداتها بتحرير القوى الكبرى القادرة على إحداث نتائج لا تكتفي فقط بتدمير النمو والازدهار والعدالة والسلام الاجتماعي وإنما تتعدى ذلك لتترك آثارها في الديمقراطية والبيئة والحضارة الإنسانية ككل لا يزال تشومسكي يرى أن اليأس ليس خياره لا يهم كيف يبدو العالم في وضعه الحالي الرهيب لكن مقاومة الظلم والاستغلال لم تكن أبداً مشاريع عميقة حتى في أوقات أكثر صعوبة من زمننا الحالي في الحقيقة حملت الثورة المضادة للترامب في الولايات المتحدة إلى السطح زيادة كبيرة في القوى الاجتماعية المصممة على مواجهة هذا المستبد الطموح ومستقبل المقاومة في البلد الأقوى في العالم يبدو واعداً أكثر منه في عدد من أجزاء العالم الصناعي المتقدم في هذا السياق نعتقد أن الحوارات التي نقدمها هنا ذات مضمون مهم وقد عمل عليها وحررها مايا سيشينور ألانا يولان برايس وليسلي تاتشر كمقالات مستقلة في تروثاوت وقد عملنا على تجميعها وكلنا أمل أنها سوف تساعد في تقديم وجهات نظر وأفكار نعوم تشومسكي إلى جيل جديد من القراء مع الاحتفاظ بالإيمان بين البقية بقدرة الإنسان على تأمين مقاومة عنيدة لقوى الظلام السياسي والوصول في النهاية إلى تغيير مسار التاريخ نحو الأفضل الجزء الأول انهيار المجتمع الأمريكي والتحولات في العالم نعوم قلت إن صعود نجم ترامب يعود بصورة كبيرة إلى انهيار المجتمع الأمريكي ما الذي قصدته بالضبط بهذا الكلام؟ نعوم تشومسكي كان لسياسة التي اتبعتها مؤسسات الدولة خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية تقريبا آثارا مدمرة في غالبية السكان وتمثلت النتائج المباشرة لتلك السياسات في الركود الاقتصادي والانحدار وتزايد التفاوت الاجتماعي بحده وقد خلق هذا رعبا لدى الناس وتركهم يشعرون بالعزلة واليأس وبأنهم ضحايا لقوى جبارة ليس بإمكانهم لا فهمها ولا التأثير فيها الانهيار ليس ناتجا عن القوانين الاقتصادية ولكن السياسات هي السبب هناك نوع من الحرب الطبقية التي بدأها الأغنياء والأقوياء ضد الفقراء والطبقة العاملة وهذه الحرب هي ما تتسم به بوضوح فترة البرالية الجديدة ليس في الولايات المتحدة فقط وإنما في أوروبا وغيرها ترامب يجذب اهتمام أولئك الذين يشعرون بانهيار المجتمع الأمريكي ويعانون منه أولئك لديهم مشاعر عميقة من الغضب والخوف والإحباط واليأس أولئك الذين ينتمون إلى قطاعات السكان التي تشهد زيادة في معدلات الموت على نحو لم يسمع به إلا في حالات الحروب يبقى الصراع الطبقي صراعا شريرا وغير عادلة كما كان على الدوام وقد كثف الحكم الليبرالي الجديد عبر السنوات الثلاثين الأخيرة بغض النظر هل الإدارة جمهورية أو الديمقراطية عمليات الاستغلال على نحو كبير جدا وأنتج فجوات كبيرة ودائمة بين الأثرياء والفقراء في المجتمع الأمريكي والأكثر من ذلك أنا لا أرى أن السياسي الطبق الليبرالي الجديد مقدمون على التراجع عن سياستهم رغم الفرص التي أتيحت لهم نتيجة الأزمة المالية الأخيرة ووجود إدارة ديمقراطية معتدلة في البيت الأبيض طبقة رجال الأعمال التي تدير البلد بالعموم طبقة واعية جدا ونحن لا نشوه الحقيقة عندما نصفهم بأنهم كالماركسيين المتعاصبين مع قيم والتزامات معكوسة لم يحدث إلا منذ ثلاثين عاما أن تعرض رئيس أقوى اتحاد معروف في العالم ومنتقد الحرب الطبقية غير العادلة إلى هجوم شريس من عالم الأعمال وقد ناجح الهجوم في تحقيق النتائج التي وصفتها لكن السياسات الليبرالية الجديدة في حالة فوضى فهل يجب أن تؤذي الأكثر قوة وامتيازة الذين قابلوا تطبيقها جزئيا فقط على أنفسهم في المقام الأول لذلك هي لا يمكن أن تستمر طويلا من اللافت للنظر نوعا ما أن السياسات التي يتبنى الأثرياء والأقوياء تطبيقها على أنفسهم معاكسة تماما لتلك التي يملونها على الضعفاء والفقراء لذا وجدنا أنه عندما تعرضت إندونيسيا لأزمة مالية حدة كانت التعليمات التي جاءت من وزارة المالية الأمريكية عن طريق صندوق النقد الدولي IMF تقضي بدفع كل المستحقات للغرب ورفع معدلات الفائدة وبذلك تأخير الاقتصاد والخصخصة حتى تستطيع شركات الغربية أن تشتري أصول الشركات إضافة إلى بقية التعاليم الليبرالية الجديدة أما بالنسبة إلينا فالسياسات تقضي أن نغفل المستحقات وأن نقلل معدلات الفائدة إلى الصفر والتأميم لكن دون أن نستخدم الكلمة إلى جانب صب الأموال العامة في جيوب المؤسسات المالية وهكذا من اللافت أيضا أن هذا التناقض المثير يمر دون ملاحظة مع العلم أنه يتوافق مع التاريخ الاقتصادي خلال عدة قرون ماضية وهو السبب رئيسي في الفصال العالمين الأولين تتعرض السياسات الطبقية الآن للهجوم نوعا ما لكن إدارة أوباما تجنبت فعل أبسط الخطوات التي تنهي أو ترد الهجوم على النقابات حتى أن أوباما أشار بصورة غير مباشرة إلى دعمه هذا الهجوم بطرق لافتة فمن المفيد التذكير أن رحلته الأولى لإظهار تضامنه مع الطبقة العاملة التي تعرف في الخطاب الأمريكي بالطبقة الوسطى كانت إلى مصنع كاتريبلر في إلينوي وقد ذهب إلى هناك متحديا رأي الكنيسة ومنظمات حقوق الإنسان حول الدور الهدام الذي يلعابه كاتريبلر في الأراضي التي تحتلها إسرائيل حيث تستخدم تجهيزاته كأداة أساسية في تخريب الأراضي وهدم قرى الشعب الخاطئ لكن يبدو أنه حتى موضوع تبني سياسات ريغان المناهضة للعمل يمر دون ملاحظة فقد أصبحت كاتريبلر أول شركة صناعية على مر الأجهال تستخدم لإضعاف النقابة القوية بتوظيف مفسد الضرائب في انتهاك واضح لأعراف العمل الدولية وقد جعل ذلك الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم الصناعي إلى جانب جنوب أفريقيا المعروفة بسياسة الفصل العنصري التي تتعامل مع مثل هذه الوسائل من إضعاف حقوق العاملين والديمقراطية وأنا الآن أفترض أن الولايات المتحدة بقيت الدولة الوحيدة ومن الصعب الاقتناع أن ذلك الاختيار كان مصادفة ثم تعتقاد شائع على الأقل بين الاستراتيجيين السياسيين أن القضايا الخلافية ليست ما يحدد نتائج الانتخابات الأمريكية حتى إذا كان الخطاب يقول إن المرشحين يحتاجون إلى فهم الرأي العام لكسب الناخبين ونحن نعلم بالطبع أن وسائل الإعلام توفر سيلاً من المعلومات غير الصحيحة حول القضايا الحساسة خذ مثلاً الدورة الكبيرة للإعلام قبل اندلاع حرب العراق وأثنائها أو أنها لا تقدم المعلومات على الإطلاق فيما يتعلق بقضايا العمل على سبيل المثال مع ذلك هناك دليل قوي على أن الشعب الأمريكي يهتم بالاقتصاد الاجتماعي على نحو كبير وبقضايا السياسة الخارجية التي تواجه البلد كذلك على سبيل المثال وفقاً لدراسة بحثية نشرتها جامعة مينيسوتا قبل عدة سنوات يضع الأمريكيون الرعاية الصحية بين أكثر القضايا التي تواجه البلد أهمية نحن نعلم أيضاً أن الغالبية الساحقة من الأمريكيين تدعم النقابات أو أنها ترى الحرب على الإرهاب فشلاً تاماً في ضوء كل هذا ما هي أفضل طريقة لفهم العلاقة بين وسائل الإعلام والطبقة السياسية والشعب في المجتمع الأمريكي المعاصر؟ من المؤكد أن الحملات الانتخابية تصمم بما يجعلها تهمش القضايا وتركز على الشخصيات وأسلوب الخطاب ولغة الجسد وأمور كهذه وهناك مبررات قوية لذلك فالمسؤولون عن الأحزاب يقرؤون الاستطلاعات وينتبهون جيداً إلى مجموعة من القضايا الرئيسية وكل الحزبين يقف إلى جانب الشعب وهذا ليس مفاجئاً لأنهما بعد كل شيء أحزاب رجال الأعمال ومع أن استطلاعات الرأي تظهر جزءاً كبيراً من أهداف الناخبين فإن هذه الأهداف تكون مجرد خيارات قدمت إليهم في نظام انتخابي يديره رجال الأعمال ويربح فيه على الدوام تقريباً المرشح الذي يتلقى التمويل الأكبر على نحو المشابه قد يفضل المستهلكون النقل الجماعي المحترم على الاختيار بين سيارتين لكن ذلك الخيار لا يعرضه المعلنون ولا تقدمه الأسواق في الواقع والإعلانات على التلفاز لا تقدم معلومات عن المنتجات وإنما تقدم وهماً وصورةً بدلاً من ذلك الأمر نفسه ينطبق على شركات العلاقات العامة التي تهدف إلى إضعاف الأسواق بضمان أن المستهلكين غير المطلعين سيتخذون خيارات لاعقلانية بخلاف ما تقوله النظريات الاقتصادية المجردة تهدف إلى إضعاف الديمقراطية بالطريقة عينها مدير الصناعات يدركون كل هذا جيداً فقد ابتهجت شخصيات الباريزة في الصناعة بالإعلام الذي صنعه رجال الأعمال والذي يسوق المرشحين كسلاع منذ عهد ريغان وهذا هو نجاحهم الأعظم حتى الآن والذي يتنبؤون أنه سيؤمن نموذجاً لمديري الشركات وصناعة التسويق في المستقبل أشرت إلى استطلاع مينيسوتا حول الرعاية الصحية وهذا نموذجي فقد أظهرت استطلاعات الرأي لعقود أن الرعاية الصحية هي في مقدمة أو تقريباً في مقدمة اهتمامات الشعب وهذا ليس مفاجئاً في ظل الإخفاق الكارثي لنظام الرعاية الصحية إذ تكلف الرعاية الصحية للفرد الواحد ضعفي ما تكلفه في المجتمعات المشابهة مع وجود آثار أسوأ أحياناً كما تظهر استطلاعات الرأي أيضاً على الدوام أن الغالبية الساحقة تريد نظاماً مؤمماً يدعى الدافع المفرد وهو يشبه نوعاً ما النظام الموجود للرعاية الطبية للبالغين وهو أكثر فعالية بكثير من الأنظمة المخصخصة أو النظام الذي قدمه أوباما عند ذكر أي من هذا وهذا نادراً ما يحدث فإنه يقال مستحيل سياسياً أو يفتقد إلى الدعم السياسي والمقصود أن شركات التأمين والصناعة الأدوية وغيرهم ممن يستفيدون من النظام الحالي يعترضون عليه لقد اطلعنا على طرائق عمل الديمقراطية الأمريكية من حقيقة أنه في 2008 بخلاف 2004 تقدم المرشحون الديمقراطيون أولاً إدواردز ثم كلينتون وأوباما بمقترحات بدأت بالاقتراب قليلاً مما أراده الشعب لعقود لماذا؟ لم يكن ذلك نتيجة للتغيير في مواقف الشعب التي بقيت ثابتة وإنما لأن صناعة التحويلية تعاني من برنامج الرعاية الصحية المخصخصي المكلفي وغير الفعال وعندما يؤيد قطاع كبير من رأس المال المركز برنامجاً ما فإنه يصبح ممكناً سياسياً ويحظى بالدعم سياسي كما تكشف الوقائع التي تمر دون ملاحظة والأمر نفسه ينطبق تقريباً على عدد من القضايا الأخرى المحلية والعالمية يواجه الاقتصاد الأميركي عدداً كبيراً من المشكلات رغم أن الأرباح التي يحققها الأثرياء والشركات عادت منذ زمن طويل إلى المستويات التي كانت عليها قبل انفجار الأزمة المالية عام 2008 لكن المشكلة الوحيدة التي تم تسليط الضوء عليها ويبدو أن المحللين الماليين ركزوا عليها لأنها الأكثر خطورة هي الدين الحكومي وفقاً لمحللين اتجاه السائد فإن الدين الأمريكي هو بالفعل خارج السيطرة لهذا هم يعارضون دوماً سلسلة الإجراءات الاقتصادية تحفيزية الكبيرة لدفع النمو مدعين أن مثل هذه الإجراءات ستدفع بالولايات المتحدة إلى الغرق أكثر في الدين ما هو الآثر المحتمل الذي سيكون للدين المتضخم في الاقتصاد الأمريكي وفي ثقة المستثمرين العالميين في حال حدوث أزمة مالية جديدة حقيقة لا أحد يعلم لقد كان الدين في الماضي أكبر بكثير خاصة بعد الحرب العالمية الثانية لكن تم التغلب على ذلك بفضل النمو الاقتصادي الاستثنائي نتيجة أن الاقتصاد الأمريكي كان الاقتصاد شبه المسيطر خلال الحرب فإذا كانت الحكومة تشجع النمو الاقتصادي الثابت يكون من الممكن التحكم بالدين وهناك مشكلات أخرى كالتضخم ويظل الباقي إلى حد كبير مجرد فرضيات فقد يقرر الممولون الرئيسيون الصين واليابان والدول المنتجة للنفط أساساً أن ينقلوا أموالهم إلى مكان آخر فيه أرباح أعلى ومع أن هناك بعض الإشارات إلى مثل هذه التطورات فإنها بعيدة الاحتمال فالممولون لديهم مصالح كبيرة في دعم الاقتصاد الأمريكي من أجل صادراتهم بالتأكيد ليس هناك طريقة لإنجاز تكهنات منثوقة لكن يبدو واضحاً أن العالم بأكمله في وضع دقيق على أقل التقدير يبدو أنك تؤمن بخلاف كثيرين غيرك أن الولايات المتحدة ما زالت القوة الكبرى في العالم اقتصادياً وسياسياً وبالطبع عسكرياً حتى بعد الأزمة الأخيرة وأنا أشاركك لانطباع كما أنني أرى أن بقية اقتصادات العالم لا تحاولوا بأي حال تحدي الهيمنة الأمريكية وإنما تنظر إلى الولايات المتحدة كمنقذ للاقتصاد العالمي ما هي الميزات التنفسية التي ترى أن الرأسمالية الأمريكية تتفوق بها على الاقتصاد الأوروبي والاقتصادات الناشئة حديثاً في آسيا؟ نشأت الأزمة المالية في أمريكا 2007-2008 بداية بحجم كبير لكن انتهى الأمر بأن وجد منافسوها الأساسيون أوروبا واليابان أنفسهم يعانون منها أكثر وبقية الولايات المتحدة هي المكان الذي يختاره المستثمرون الذين يبحثون عن الأمان في وقت الأزمة الميزات التي تملكها الولايات المتحدة جوهرية فهي تملك موارد داخلية كثيرة جداً وكونها موحدة فهذه حقيقة مهمة إذ كانت عبارة الولايات المتحدة في اللغة تدل على الجمع حتى الحرب الأهلية في ستينيات القرن التاسع عشر ما زال الأمر كذلك في لغات الأوروبية حتى الآن لكنها أصبحت منذ ذلك الوقت عبارة مفردة في اللغة الإنجليزية المعيارية كذلك إن السياسات التي تصغها في واشنطن سلطة الدولة والعاصمة المركزية تطبق على البلد بكامله وهذا أكثر صعوبة في أوروبا بعد سنتين من انفجار الأزمة المالية العالمية الأخيرة أصدر فريق عمل المفوضية الأوروبية تقريراً يقول إن أوروبا تحتاج إلى هيئات جديدة للتقييم المخاطر العامة وتنسيق إشراف المؤسسات المالية عبر جمع مناطق المراقبة رغم أن فريق العمل الذي كان يرأسه آنذاك مدير البنك المركزي الفرنسي السابق كان على وشك اقتراح نظام أوروبي واحد للمراقبين الماليين نظام يمكن للولايات المتحدة أن تملكه في أي وقت تريد لكنه بالنسبة إلى أوروبا قد يكون مهمة مستحيلة تقريباً وفق ما قاله رئيس فريق العمل وقد وصف عدد من المحللين بما فيه محلل The Financial Times مثل هذا الهدف بأنه مستحيل سياسياً فهو خطوة بعيدة جداً بالنسبة إلى عدد من الدول الأعضاء التي تعارض التخلي عن السلطة في هذا المجال هناك عدد من الميزات الأخرى للاتحاد وقد تمت مناقشة بعض الآثار الضارة لعجز أوروبا عن تنسيق تفاعلات الأزمة جيداً لدى الاقتصاديين الأوروبيين الجذور التاريخية لهذه الاهتلافات بين أوروبا والولايات المتحدة معروفة جيداً فقد فرضت قرون من صراع نظام الدولة القومية في أوروبا وقد أقنعت تجربة الحرب العالمية الثانية الأوروبيين أنهم يجب أن يتخلوا عن تسليتهم التقليدية في ذبح بعضهم بعضاً لأن المرة التالية ستكون الأخيرة هكذا يكون لدينا ما يحب علماء السياسة أن يسموه سلاماً ديمقراطياً مع أن علاقة الديمقراطية بذلك الأمر غير واضحة في المقابل الولايات المتحدة دولة مستعمرة قتلت السكان الأصليين وجمعت ما تبقى منهم في محميات باحتلال نصف المكسيك والتوسع إلى ما بعد ذلك وقد تمت إزالة التنوع الداخلي في أمريكا أكثر بكثير مما في أوروبا حيث دعمت الحرب الأهلية الحكمة المركزية والاتحاد في المجالات الأخرى أيضاً اللغة الرومية والأنماط الثقافية وهندسة المشاريع العملاقة ذات الأبعاد الاجتماعية مثل مشاريع تعمير الضواحي والدعم الحكومي المركزي الكبير لصناعة المتقدمة بالبحث والتطوير وتأمين الموارد والكثير غير ذلك الاقتصادات الناشئة حديثاً في أسيا لديها مشكلات داخلية كثيرة غير معروفة في الغرب فمثلاً نحن نعرف عن الهند أكثر مما نعرف عن الصين لأن المجتمع هناك أكثر فتاحة وهناك أسباب جعلت الهند تحتل الموقع المائة والثلاثين في مؤشر التنمية البشرية كان هذا قبل الإصلاحات التي قامت عليها الليبرارية الجديدة جزئياً فيما تحتل الصين المرتبة التسعين ويمكن أن يكون التصنيف أسوأ إذا عرفنا أكثر عن تلك المجتمعات فما نعرفه غيض من فيض فقط كانت الصين والهند مراكز الصناعة والتجارة في العالم في القرن الثامن عشر مع نظام سوق معقد ومستويات صحة متقدمة بالمعايير النسبية لكن الغزوة الإمبريالية والسياسات الاقتصادية التي تمثلت بتدخل دولة لمصلحة الأثرياء والأسواق الحرة التي كمت أفواه الفقراء تركتهم في ظروف مزرية من الواضح أن البلد الوحيد من جنوب العالم الذي تطور كان اليابان وهو البلد الوحيد الذي لم يستعمر وهذه العلاقة ليست مصادفة هل لا تزال الولايات المتحدة تملي على صندوق النقد الدولي سياساته؟ هذا غير واضح تماما لكنني أرى أنه يفترض باقتصادي IMF أن يكونوا مستقلين نوعا ما عن الطبقة السياسية وربما هم كذلك وجدنا أنه في حالة اليونان وسياسة التقشف عامة جاء الاقتصاديون بدراسات مهمة جدا حول برامج بروكسل لكن يبدو أن الطبقة السياسية رفضتها كلها على صعيد السياسة الخارجية يبدو أن الحرب على الإرهاب مغامرة ليس لها نهاية أبدا مثل وحش الهيدرا الذي يظهر له رأس جريد بسرعة عندما يقطع أحد رؤوسه هل يمكن الاستخدام القوة بصورة كبيرة أن يزيل المنظمات الإرهابية مثل ISIS المعروف أيضا بداعش أو IISIL عمد أوباما منذ تسلم منصبه إلى زيادة القوات المتداخلة في الحرب وصعد الحروب في أفغانستان وباكستان كما كان قد وعد ورغم أنه كان هناك خيارات سلمية أوصل يمين ببعضها في الاتجاه السائد في العلاقات الخارجية على سبيل المثال فإنها لم تأخذ بعين الاعتبار فرسالة الرئيس الأفغاني حميد كرزاي الأولى إلى أوباما التي بقيت دون رد كان طلبا بوقف قصف المدنيين وعندما أخبر كرزاي أيضا بعثة الأمم المتحدة أنه يريد جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأجنبية المقصود بها الأمريكية فقد الحظوة مباشرة في واشنطن وانتقل بناء على ذلك من كونه الرجل المفضل لدى وسائل الإعلام إلى شخص غير موثوق وفاسد وغيرها من الصفات التي لم تكن أكثر مصداقية من وصفه برجلنا في كابول فأرسل أوباما جيوشا أكثر وصعد القصف على جانبي الحدود بين باكستان وأفغانستان خط دوراند الممثل للحدود المصطنعة التي وضعتها بريطانيا وقسمت مناطق البشتون إلى قسمين وهي التي لم يقبلها الناس أبدا وغالبا ما حاولت أفغانستان في الماضي أن تضغط لإزالتها ذلك المكون الأساسي للحرب على الإرهاب كان بالتأكيد تحفيزا للإرهاب تماما كما حدث في غزو العراق وكما يحدث لدى اللجوء إلى القوة عامة القوة يمكن أن تنجح ووجود الولايات المتحدة مثال على ذلك ووجود الروس في الشيشان مثال آخر لكنها يجب أن تكون ساحقة هناك على الأرجح مجسات عدة لإبادة وحش الإرهاب الذي خلقه ريغان وفريقه أساسا وتمت تربيته منذ ذلك الوقت على يد آخرين ISIS هو المنظمة الأخيرة التي ظهرت وهي أكثر وحشية من القاعدة بكثير كما أنها مختلفة أيضا في الأسلوب فهي لديها مطامع إقليمية وبالطبع تمكن إزالتها باستخدام كبير للقوات على الأرض لكن هذا لن يمنع ظهور منظمات بصفات مشابهة فالعنف يولد العنف مرت علاقات الولايات المتحدة مع الصين بمراحل مختلفة خلال العقود القليلة الماضية ومن الصعب أن نلمس أين تقف الأمور اليوم هل ترى أن العلاقات الأمريكية الصينية في تحسن أم تدهور؟ تتراوح علاقة الولايات المتحدة مع الصين بين الحب والكراهية تمثل أجور العمل المتدنية جدا في الصين وظروف العمل وقلة القيود البيئية نعمة كبيرة بالنسبة إلى أصحاب المصانع الأمريكيين والغربيين الآخرين الذين ينقلون عملية التصنيع إلى هناك إضافة إلى اعتماد تجارة تجزئته على نحو واسع حيث تستطيع الحصول على بضائع رخيصة والولايات المتحدة تعتمد الآن على الصين واليابان وغيرها في دعم اقتصادها الخاص لكن الصين تسبب المشكلات أيضا فهي لا تستجيب للتهديدات بسهولة لذلك عندما لوحت الولايات المتحدة بقبضتها في وجه أوروبا وأخبرت الأوروبيين أن عليهم وقف التعامل مع إيران امتثل الأوروبيون بالعموم لما تريده لكن الصين لم تعري الأمر اهتماما وهذا مخيف يبقى التاريخ الطويل من التهديدات الصينية الخيالية حاضرا دوما وهو مستمر هل ترى أن الصين ستكون قريبا في وضع يشكل تهديدا للمصالح الأمريكية العالمية؟ الصين هي الدولة الأكثر تحفظا في استخدام القوة وحتى في التحضيرات العسكرية بين القوى الكبرى إلى حد جعل المحللين الاستراتيجيين الأمريكيين جون ستين برونر ونانسي غالافير ويكتبانه في مجلة American Academy of Arts and Sciences المحترم جدا يذهبان إلى حد الطلب من الصين منذ بضع سنوات ماضية قيادة تحالف من الدول الداعية للسلام لمواجهة سيطرة العسكرية الأمريكية العدوانية التي يعتقدان أنها تقود إلى النهاية الحتمية هناك مؤشر على تغير ليس ذي أهمية في هذا السياق لكن الصين لا تمتثل للأوامر وهي تفعل خطوات حثيثة للوصول إلى الطاقة والموارد الأخرى حول العالم وهذا يشكل تهديدا تخلق العلاقات الهندية الباكستانية تحديا كبيرا واضحا في السياسة الأمريكية الخارجية هل يمكن لهذا الوضع أن يكون فعلا تحت سيطرة الولايات المتحدة؟ إلى مدى محدود؟ والوضع متقلب جدا هناك عنف ثابت ومستمر في كشمير إرهاب دولة تمارسه الهند من جهة وإرهابيون معتمدون على باكستان من الجهة المقابلة وما يجري أكثر بكثير من ذلك كما كشفت تفجيرات موباي أخيرا لكن هناك أيضا وسائل ممكنة لتخفيف التوتر إحداها هي خط الأنابيب المخطة تمده إلى الهند عبر باكستان من إيران المصدر الطبيعي للطاقة بالنسبة إلى الهند ومن المفترض أن قرار واشنطن انتهاك اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية بمنح الهند حق امتلاك التكنولوجيا النووية كان في جزء منه ناتجا عن أملها في تحجيم هذا الخيار وجعل الهند تنضم إلى حملة واشنطن ضد إيران ربما من الممكن أيضا أن تكون قضية متعلقة بأفغانستان حيث كان هناك نقاش طويل حول خط الأنابيب تابي من تركومانستان عبر أفغانستان إلى باكستان ثم الهند على الأرجح هي ليست قضية حيوية جدا لكن من الممكن تماما أن تكون حاضرة في الخلفية اللعبة الكبرى التي كانت في القرن التاسع عشر لا تزال حية وهي بخير هناك انطباع سائد في أعدد من الأوساط أن اللوبي الإسرائيلي هو الذي يحدد أهداف السياسة الأمريكية الخارجية في الشرق الأوسط هل اللوبي الإسرائيلي قوي جدا إلى حد أنه يمكنه السيطرة على قوة عظمه؟ صديقي جيلبر أشقار وهو متخصص بارز في قضايا الشرق الأوسط والعلاقات الدولية عامة وصف الفكرة بأنها وهم حقيقة ليس اللوبي هو من يجبر صناعة التقنيات الأمريكية على توسيع استثماراتها في إسرائيل أو يجبر الحكومة على التجهيز المسبق للمواقع هناك تحضيرا للعمليات العسكرية اللاحقة والزيادة التقارب العسكري والعلاقات الاستخباراتية عندما تتوافق أهداف اللوبي مع المصالح الاقتصادية والاستراتيجية الملموسة فإنها بالعموم تجد طريقها إلى التحقق على سبيل المثال تدمير الفلسطينيين قضية قليلة الأهمية بالنسبة إلى المؤسسات المسيطرة في الدولة الأمريكية وعندما تتباعد الأهداف كما يحدث غالبا يختفي اللوبي بسرعة مدركا أن هذا أفضل من مجابهة القوة الأصلية أتفق كليا مع تحليلك لكنني أظن أنك أيضا أنك قد تتفق معي في أن اللوبي الإسرائيلي مؤثر بما يكفي أي كان النفوذ الاقتصادي والسياسي الذي يمارسه حيث انتقادات إسرائيل لا تزال تسبب ردود أفعال هسترية في الولايات المتحدة وأنت بالتكيد كنت هدفا لانتقادات الجناح اليميني الصيوني لعدة سنوات إلى ماذا سننسب هذا التأثير المعنوية لللوبي الإسرائيلي في الرأي العام الأمريكي هذا صحيح تماما رغم أنه قل كثيرا في السنوات الأخيرة فاللوبي لا يملك السلطة فعليا على الرأي العام إذا تحدثنا بالأرقام نجد أن الدعم الأكبر لأفعال إسرائيل مستقل عن اللوبي إلى حد بعيد فالدعم الأساسي هم المسيحيون الأصوليون الصهيونية الأمريكية والبريطانية تسبق الحركة الصهيونية تعتمادا على تفسيرات نبوآت الكتاب المقدس المتعلقة بالعناية الإلهية الناس يدعمون إلى حد كبير حل الدولتين وهم غير مدركين دون الشك أن الولايات المتحدة تعيقه من جانب واحد كان الاهتمام بإسرائيل ضئيلا جدا في أوصات المثقفين بمن فيهم المفكرون اليهود قبل انتصارها العسكري الكبير في 1967 الذي أسس فعلا لتحالف أمريكي إسرائيلي والذي قاد إلى علاقة حب كبيرة مع إسرائيل من جانب الطبقات المثقفة حيث خلقت البراعة العسكرية الإسرائيلية والتحالف الأمريكي الإسرائيلي إغراءا لا يمكن مقاومته لتوحيد دعم واشنطن مع عبادة القوة والذرائع الإنسانية لكن لوضع الأمر في منظوره الصحيح فإن ردود الفعل على انتقاد جرائم أمريكا حدة بالدرجة نفسها تقريبا وفي غالبية الأحيان تكون أكثر قسوة إذا ما أحصيت عدد التهديدات بالموت الذي تلقيتها خلال سنوات أو النقد ساخر العنيف الذي تعرضت له في مجلات الرأي والذي لم تكن إسرائيل من يقف وراءه والظاهرة ليست محصورة على الإطلاق في الولايات المتحدة فرغم الوهم الذاتي الكبير الذي تعيشه أوروبا الغربية فإنها ليست مختلفة كثيرا مع أنها بالطبع أكثر عرضة للنقد من ممارسات الولايات المتحدة عادة ما تكون جرائم الآخرين موضع ترحيم لأنها تعطي الشخص فرصة لاستعراض التزاماته الأخلاقية العميقة كشفت تركيا في ظل حكم أردوغان عن نشر استراتيجية العثمانيون الجدود تجاه الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هل نشر هذه الاستراتيجية الكبيرة يجري بالتعامل مع الولايات المتحدة أو بمعارضتها؟ كانت تركيا بالطبع حليفا مهما جدا للولايات المتحدة حتى أنها أصبحت المتلقي الأول للأسلحة الأمريكية في حكم كلينتون بعد إسرائيل والقاهرة بأحوال منفصلة صب كلينتون السلاح داخل تركيا لمساعدتها في تنفيذ الحملة الضخمة من القتل والتدمير والإرهاب ضد أقليتها الكردية كانت تركيا أيضا حليفا أساسيا لإسرائيل منذ 1958 كجزء من تحالف عام ضم الدول غير العربية برعاية الولايات المتحدة لضمان السيطرة على مصادر الطاقة الرئيسية في العالم عبر حماية الدكتاتوريات الحاكمة ضد ما يعرف بالقومية الأصولية وهو تعبير تلطيفي استخدم من أجل الشعوب كانت العلاقات الأميركية والتركية متوترة أحيانا وكان هذا صحيحا خاصة عند بدء الغزو الأميركي للعراق عندما خضعت الحكومة التركية لإرادة 95% من الشعب رفضوا الانضمام إلى الغزو وقد سبب ذلك غضبا شديدا في الولايات المتحدة التي أرسلت بول وولفويتس ليمر الحكومة المتمردة بالتخلي عن سياساتها الشيطانية والاعتذار من الولايات المتحدة وأن تفهم أن واجبها مساعدة الولايات المتحدة في حربها هذه الأحداث المعروفة جيدا شوهت سمعة وولفويتس الذي كان يعرف في وسائل الإعلام المتحررة بالرجل المثالي في إدارة بوش والذي كان مختصا بالترويج للديمقراطية العلاقات متوترة نوعا ما اليوم أيضا رغم أن التحالف على حاله تركيا لديها علاقات من الممكن أن تكون طبيعية جدا مع كل من إيران وآسيا الوسطى وهي قد تميل إلى متابعة هذه العلاقات الأمر الذي قد يزيد التوتر مع واشنطن مرة ثانية لكن ذلك لا يبدو مرجحا جدا الآن على الجهة الغربية هناك مخططات لتوسع الناتو شرقا الأمر الذي يرجع إلى حكم بيل كلينتون هل لا تزال المخططات على حالها؟ إحدى الجرائم الرئيسية التي ارتكبها كلينتون في رأيه وقد كان هناك العديد منها هي توسع الناتو شرقا في انتهاك للوعد القوي الذي أعطاه أسلافه لجورباتشوف بعد أن قدم الأخير تنازلا مذهشا بالسماح لألمانيا الاتحادية بالانضمام إلى تحالف عسكري معارن وقد دعم بوش هذه الاستفزازات الجدية إلى جانب المواقف العسكرية العدوانية التي استندت إلى ردود الفعل القوية التي أبدتها روسيا لكن الخطوط الحمرى الأمريكية كانت قد وضعت مسبقا على حدود روسيا ما هي تصوراتك عن الاتحاد الأوروبي؟ هل لا يزال يمثل عباءة الليبرالية الجديدة وحصن العدوانية الأمريكية؟ وهل ترى أي علامات على أنه يستطيع أن يظهر عند نقطة ما كلاعب مؤثر بناء على الساحة الدولية؟ يستطيع ذلك وهذا القرار على الأوروبيين أن يتخذوه فمع أن بعضهم فضل اتخاذ موقف مستقل مثل ديغول على نحو خاص فإن النخب الأوروبية بالعموم فضلت الاستسلام والسيرة على خطة الولايات المتحدة رعب يفوق الوصف المرحلة الأخيرة من الحرب على الإرهاب سي جي بولكيرونيو أود البدء بسماع أفكارك عن التطورات الأخيرة حول الحرب على الإرهاب هذه السياسة التي يعود تاريخها إلى سنوات حكم ريغان والتي تحولت بعد ذلك إلى مبدأ الإسلاموفوبيا الذي أعلن جورج ديبليو بوش حربا صليبية ضده وكانت كلفتها لا تقدر من حياة الناس الأبرياء إضافة إلى تأثيراتها العميقة جدا في القانون الدولي والسلام العالمي يبدو أن الحرب على الإرهاب تدخل اليوم مرحلة جديدة قد تكون أكثر خطورة بما أن الدول الأخرى إن جرت إلى المعركة مع أجندات سياسية مختلفة ومصالح تختلف عن مصالح الولايات المتحدة وبعض حلفائها أولا هل تتفق مع هذا التقييم لتطور الحرب على الإرهاب؟ وإذا كنت كذلك فما هي في رأيك النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المحتملة للحرب العالمية المستمرة على الإرهاب خاصة بالنسبة إلى المجتمعات الغربية نعوم تشومسكي مرحلتا الحرب على الإرهاب مختلفتان تماما باستثناء عنصر مشترك واحد تحولت الحرب التي بدأ هاريا بسرعة إلى حروب إرهابية قتلة ويفترض أن هذا السبب في اختفائها فقد كان لحروبه الإرهابية نتائج فاضيعة على أمريكا الوسطى وأفريقيا الجنوبية والشرق الأوسط أمريكا الوسطى التي كانت الهدف الأكثر صراحة لهذه الحروب لم تتعافى حتى الآن وهذا أحد الأسباب الأساسية التي نادرا ما تذكر لأزمة اللاجئين الحالية ينطبق الأمر نفسه على المرحلة الثانية التي أعاد جورج دابليو بوش إعلانها بعد 20 عاما لاحقا في 2001 فالعدوان المباشر دمر مناطق كبيرة واتخذ الإرهاب صورا جديدة خصوصا في حملة أوباما العالمية للاغتيالات باستخدام الطائرات بلا طيار التي حطمت أرقاما جديدة في سجلات الإرهاب إضافة إلى الممارسات الأخرى التي تخلق الإرهابيين المتخصصين بسرعة أكثر مما تقتل المشتبه فيهم على الأرجح كانت القاعدة هي الهدف في حرب بوش وأخذت المطراقة تضرب ضربة بعد أخرى أفغانستان، العراق، ليبيا وما بعدها هكذا نجحت هذه الحرب في نشر الإرهاب الجهادي من منطقة قبلية صغيرة في أفغانستان فعليا إلى العالم كله من غرب أفريقيا عبر المشرق وإلى جنوب شرق آسيا هذا انتصار لواحدة من السياسات العظيمة في التاريخ استبدلت القاعدة في هذه الأثناء بعناصر أكثر وحشية وتهديمة إذ يحطم داعش حاليا الأرقام القياسية في الأعمال الوحشية الفضيعة لكن المنافسين الآخرين على اللقب لا يبعدون عنه كثيرا وقد درس المحلل العسكري أندرو كوكبورن في كتابه كيل تشين هذه ديناميكية التي تعود إلى عدة سنوات حيث وثق بصورة مهمة كيف أنك عندما تقتل قائدا ما دون أن تتعامل مع جذور وأسباب ظاهرة فإنه سيستبدل نموذجي بسرعة كبيرة جدا في شخص أصغر يكون أكثر كفاءة ووحشية إحدى النتائج التي حققتها هذه الإنجازات هي أن الرأي العالمية يرى اليوم أن الولايات المتحدة تشكل التهديد الأعظمى لسلام فيما تأتي باكستان في المرتبة الثانية مع وجود هامش كبير بينهما ويفترض أن هذا الترتيب متأثر بتصويب الهنود النجاحات الأخرى التي يمكن أن يحققها هذا النوع من الحروب أنها قد تخلق حربا أوسع حتى مع العالم الإسلامي الملتهب غضبا فيما تمارس المجتمعات الغربية عليه أنواعا من القمع الداخلي وتقليص الحقوق المدنية وتأنه تحت عبء التكاليف الباهظة لتحقيق أحلام أسامة بن لادن الأكثر وحشية وأحلام داعش اليوم لم يعد هناك اختلاف بين العمليات العسكرية المعلنة والسرية تماما في نقاشات السياسة الأمريكية المتعلقة بالحرب على الإرهاب مع ذلك إن تعريف المجموعات الإرهابية واختيار الممثلين أو الدول الداعمة للإرهاب ليس كيفيا فقط وإنما نجد أيضا في بعض الحالات أن هناك مذنبين معروفين طرحوا أسئلة حول هل الحرب على الإرهاب هي فعلا حرب حقيقية ضد الإرهاب أو مجرد تبرير لسياسات الغزو العالمي على سبيل المثال بينما لا ينكر أحد أن القاعدة وداعش منظمات إرهابية وقتلة نجد أن حلفاء الولايات المتحدة وحتى الدول الأعضاء في الناتو مثل تركيا التي تدعم داعش بفعالية تتجاهل ذلك أو أنها تقلل بجدية قيمة الأمر بواسطة كل من صانعي السياسة الأمريكية ووسائل الإعلام العامة هل لديك أي تعليقات على هذا الموضوع؟ كان الأمر نفسه صحيحا بنسبة إلى نسختين ريغان وبوش من الحرب على الإرهاب فقد تذرع ريغان بالحرب على الإرهاب من أجل التدخل في أمريكا الوسطى لينتج حربا وصفها الأسقف السلفادوري ريفيرا داماس الذي عين بعد اغتيال رئيس الأساقفة أوسكار روميرو بأنها مثل حرب إبادة وقتل جماعي ضد مجموعات المدنيين العزل وكان الوضع أسوأ حتى في جواتيمالا كما كان فضيعا تماما في الهندراس نيكاراغو كانت البلد الوحيد الذي كان لديه جيش ليدافع عنه ضد إرهابي ريغان فيما كانت قوى الأمن هي القوى الإرهابية في البلدان الأخرى في جنوب إفريقيا أمنت الحرب على الإرهاب ذريعة لدعم جرائم جنوب أفريقيا في البلد والمنطقة بعدد مرعب من الخسائر مع ذلك كان علينا أن نحمي الحضارة من إحدى أكثر المجاعات الإرهابية سوءا في العالم المؤتمر الوطني الإفريقي برئاسة نيلسون مانديلا وقد بقي مانديلا نفسه على لائحة الإرهاب الأمريكية حتى 2008 في شرق الأوسط قاد تأسيس الحرب على الإرهاب إلى دعم الاجتياح الإسرائيلي الوحشي للبنان وأحداث أخرى كثيرة وبوصول بوش إلى الحكم أمنت هذه السياسة ذريعة لغزو العراق ولا يزال هذا مستمرا ما يحدث في قصة الرعب السورية يفوق الوصف إذ يبدو أن القوى الأساسية المعارضة لداعش على الأرض هم الكرد تماما كما في العراق وهم كانوا على لائحة الإرهاب الأمريكية في كل البلدين هم الهدف الأساسي لهجوم حليفنا التركي العضو في الناتو الذي يدعم أيضا فرع القاعدة في سوريا جبهة النصرة هذا التنظيم لا يكاد يختلف عن داعش رغم وجود معركة مناطق بينهما الدعم التركي للنصرة مفرط جدا لذا رأينا أنه عندما أرسل البنتاجون بضعة أعداد من المقاتلين الذين دربهم سارعت تركيا إلى تحذير النصرة التي أبادتهم من الفور النصرة وحليفتها المقربة أحرار الشام مدعومون أيضا من حلفاء أمريكا وربما يحصلون على أسلحة متطورة من CIA إذ ذكر أنهم استخدموا صواريخ تاو على مسرح الحرب المضادة للدبابات التي زودتهم بها CIA لإلحاق هزائم جدية بجيش الأسد الأمر الذي ربما يكون دفع الروس إلى التدخل ويبدو أن تركيا مستمرة في السماح للجهاديين بالتدفق عبر الحدود إلى داعش بالنسبة إلى سوريا يبدو أن الأمل الضعيف الوحيد هو في المفاوضات بين العناصر المتعددة المتورطة باستثناء داعش التي سيكون عليها أن تشارك في المفاوضات إذا توقفت عجلة الانتحار العالمي عن الدوران رأينا أخيرا خطوات عرجاء في هذا الاتجاه في فيينا ومع أن هناك الكثير مما يمكن فعله على هذه الأرض فإنه من الأساسي أولا إحداث تغيير في الدبلوماسية سينظر إلى الدور التركي فيما يدعى الحرب الكونية ضد الإرهاب كواحد من أكثر الإشارات النفاقية في سجلات الدبلوماسية الحديثة وفلاديمير بوتين لم يلقي كلماته جزافا بعدما أسقطت تركيا المعروفة كشريك للإرهابيين الطائرة الروسية النفط هو السبب الذي جعل أمريكا وحلفائها الغربيين يتغاضون عمدا عن الدعم المؤكد للمنظمات الإرهابية مثل داعش لكن ما هو السبب في تجاهل قضية الدعم التركي للإرهاب الأصولي الإسلامي؟ كانت تركيا على الدوام حليفا ذا أهمية جيوستراتيجية كبيرة للناتو خلال التسعينيات عندما كانت تركيا تنفذ بعض أسوأ الأعمال الوحشية في العالم في حربها ضد شعبها الكردي أصبحت المستلمة البارزة للأسلحة الأمريكية خارج نطاق إسرائيل ومصر بصورة منفصلة كانت العلاقة تتوتر أحيانا تحديدا في 2003 عندما تبنت الحكومة موقف 95% من الشعب التركي ورفضت الانضمام إلى الولايات المتحدة في غزوها العراق أدينت تركيا بشدة لفشلها في فهم معنى الديمقراطية لكن بالعموم بقيت العلاقة هادئة تقريبا أخيرا توصلت الولايات المتحدة وتركيا إلى اتفاق بخصوص الحرب على داعش تضمن تركيا استخدام الولايات المتحدة القواعد التركية القريبة من سوريا وتتعهد الأخيرة في المقابل مهاجمة داعش لكن هاجمت تركيا بدلا من ذلك أعداءها الكرد مع أن هذا قد لا يكون رأي العديد من الناس لكن يبدو أن روسيا تكبح عندما تصل بها الأمور إلى استخدام القوة بفرض أنك تتفق مع هذه الفرضية لماذا في رأيك؟ هم الطرف الأضعف ليس لديهم ثمانية آلاف قاعدة عسكرية منتشرة في العالم وليس بإمكانهم التدخل في كل مكان كما تفعل الولايات المتحدة منذ سنوات أو أن يفعلوا أي شيء مثل حملة أوباما للاغتيالات العالمية كان الأمر كذلك طوال الحرب الباردة يمكنهم استخدام القوة العسكرية قرب حدودهم لكن ليس ممكن بالنسبة إليهم أن ينفذوا شيئا مثل الحروب الهندية الصينية يبدو أن فرنسا أصبحت الهدف المفضل للإرهابيين الإسلاميين الأصوليين لماذا؟ فعليا قتل الإرهاب الإسلامي الكثير جدا من الأفريقيين وبوكو حرام تصنف أنها أخطر من داعش كمنظمة إرهابية عالمية في أوروبا كانت فرنسا هي الهدف الأساسي للإرهاب ويرتبط هذا في جزء كبير منه بأسباب تعود إلى الحرب الجزائرية أدانت منظمات مثل حماس وحزب الله الإرهاب الأصولي الإسلامي من النوع الذي مارسه داعش ما هي الاختلافات التي تميز داعش عن غيرها مما يدعى منظمات إرهابية؟ وما الذي تريده داعش فعلا؟ يجب أن نكون حذرين فيما ندعوه منظمات إرهابية فالمحاربون المناهدون للنازية استخدموا الإرهاب وكذلك فعلا جيش جورج واشنطن وغرق الكثير جدا من الناس في الذعر بسبب إرهابه نحن لا نتحدث عن سكان الأصليين الذين كانوا يرونه مدمر البلد من الصعب أن تجد حركة تحرر وطنية لم تستخدم الإرهاب حزب الله وحماس تشكلان ردا على احتلال وتعدي إسرائيل لكن أيا كانت المعايير التي نستخدمها فإن داعش مختلف تماما فهو يهدف إلى اقتطاع الأرض التي سيحكمها ويؤسس فيها خلافة إسلامية وهذا مختلف تماما عن الآخرين بعد مجزرة باريس في 22 نوفمبر 2015 أعلن أوباما في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي هولاند أن داعش يجب أن ينتهي هل تظن هذا ممكنا؟ إن كنت تراه ممكنا وضح لنا كيف وإن كان غير ممكن فلماذا؟ بالطبع لدى الغرب القدرة على قتل كل فرد موجود في المناطق التي يسيطر عليها داعش لكن حتى ذلك لن ينهي داعش إذ ستتطور على الأرجح حركة ما أكثر وحشية مكانها بالديناميكية نفسها التي أشرت إليها سابقا أحد أداف داعش هو إقحام الصليبيين في حرب مع كل المسلمين يمكننا أن نشارك في تلك الكارثة أو يمكننا أن نحاول تحديد جذور المشكلة والمساعدة في تأسيس الظروف التي يمكن في ظلها هزيمة مسخ داعش باستخدام القوات الموجودة ضمن المنطقة كان تدخل الخارجي لعنة لوقت طويل ويرجح أنه سيستمر كذلك هناك مقترحات منطقية لكيفية المضي قدما في هذا السلوك كالمقترح الذي طرحه ويليام بولك وهو عالم ممتاز في شؤون الشرق الأوسط مع خبرة كبيرة ليس في شؤون المنطقة فحسب إنما أيضا في أعلى مستويات التخطيط في الحكومة الأمريكية وهو يحظى بدعم جوهري من أكثر الأبحاث الدقيقة المتعلقة بإغراء داعش خاصة أبحاث سكوت أتران لكن لسوء الحظ الفرص التي تقول إنه من الممكن سماع النصائح ضعيفة يبدو أن الحرب الأمريكية الاقتصادية السياسية تبنى بالطريقة التي تبدو فيها الحروب أنها حتمية شيء ما ذكره الرئيس دويت إيزنهاور بوضوح عندما حذرنا في خطابه الوداعي من مخاطر المجمع الصناعي العسكري في رأيك ماذا يتطلب الابتعاد بالولايات المتحدة عن النزعة الوطنية العسكرية؟ صحيح تماما أن قطاعات الاقتصاد تستفيد من النزعة القومية العسكرية لكن لا أظن أن هذا هو السبب الرئيسي فيها هناك اعتبارات اقتصادية جيوستراتيجية وعالمية للاستيراد الكبير تشكل الفوائد الاقتصادية إحدى العوامل فقط وقد تمت مناقشتها في صحافة رجال الأعمال بطرق مهمة في المدة القصيرة التي تلت الحرب العالمية الثانية لقد فهموا أن الإنفاق الحكومي الهائل أنقذ البلد من الركود الاقتصادي وكان هناك قلق أكبر أنه إذا ما تم تقليله فإن البلد سيغرق مجددا في الركود وقد وضح أحد النقاشات المهمة التي نشرت في بيزنسويك 12 شباط فبراير 1949 أن الإنفاق الاجتماعي قد يكون له نفس تأثير الإنعاش مثل الإنفاق العسكري لكنه أشار إلى أنه بالنسبة إلى رجال الأعمال هناك اختلافات اقتصادية واجتماعية هائلة بين إنعاش الرفاهية والإنعاش العسكري فالأخير لا يغير فعلا بنية الاقتصاد وهذا أمر آخر بالنسبة إلى رجال الأعمال لكن الرفاهية والإنفاق في الشأن العام يغيران الاقتصاد فهذه المجالات تفتح قنوات جديدة بنفسها وتخلق مؤسسات جديدة وتعيد توزيع الدخل ويمكننا أن نضيف أكثر الإنفاق العسكري يكاد لا يتضمن الشعب لكن الإنفاق الاجتماعي يتضمنه وله تأثير في نشر الديمقراطية لأسباب كهذه يفضل الإنفاق العسكري أكثر لمتابعة قضية الرابط بين الثقافة السياسية الأمريكية والعسكرة قليلا بعد هناك تراجع واضح في الهيمنة الأمريكية على الساحة الدولية ما يرجح نوعا ما تحويل رؤساء أمريكا المستقبليين إلى مثيري حروب وصلت الولايات المتحدة إلى ذروة قوتها بعد الحرب العالمية الثانية لكن التراجع بدأ سريعا جدا أولا بخسارة الصين وبعد ذلك بانتعاش القوى الاقتصادية الأخرى والطرق المؤلمة لإنهاء الاستعمار والصور الأخرى من تنويع القوة في سنوات الأخيرة يمكن لردود الفعل أن تأخذ صورا مختلفة إحدها نمط بوش الانتصاري والعدواني والأخرى نمط أوباما الذي يتحفظ في استخدام القوات البرية وهناك احتمالات عدة أخرى المزاج الشعبي ليس له أدنى اعتبار وهو ما يمكننا أن نأمل أن يكون له تأثير هل كان على اليسار أن يدعم بيرني ساندرز عندما عقد مؤتمرا تحضيريا مع الحزب الديمقراطي؟ أظن ذلك لكن لحملته تأثير مفيد فقد أثارت القضايا المهمة التي تم تجنبها بطريقة أو بأخرى وحركت الديمقراطيين في اتجاه تقدميا بعض شيء فرص انتخابه في نظام انتخاباتنا الجاهزة ليست عادية ولو أنه انتخب فسيكون من الصعب جدا عليه أن يحدث أي تغير مهم في سياسات الجمهوريون لن يختفوا وبفضل الغش والتكتيكات الأخرى سيتحكمون على الأقل بمجلس النواب كما فعلوا مع أقلية من الأصوات في بعض السنوات وسيكون لديهم على الأرجح صوت قوي في مجلس الشيوخ الجمهوريون يمكن أن يعتمدوا على إعاقة حتى الخطوات الصغيرة في الاتجاه التقدمي أو حتى الاتجاه العقلاني من المهم أن نفهم أنهم لم يعودوا حزبا سياسيا عاديا كما لاحظت تحاليل معهد المشروع الأمريكي للأبحاث السياسية العامة فالحزب الجمهوري السابق هو الآن حزب التمرد الراديكالي لأسباب مهمة لا يمكننا الخوض فيها هنا الديمقراطيون أيضا اتجهوا نحو اليمين ومبادئهم الجوهرية ليست مختلفة عن مبادئ الجمهوريين المعتدلين في السنوات الماضية رغم أن بعض السياسات إيزنهاور قد تضعه قريبا من المكان الذي يقف فيه ساندرز في الطيف السياسي لذلك لن يكون من المرجح أن يحظى ساندرز بدعم كبير من الكونغرس وسيحظى بالقليل على المستوى الرسمي لا داعي للقول إن حشود مجموعات الضغط والمتبرعين الأثرياء يكادون لا يكونون حلفاء حتى خطوة أوباما العرضية في الاتجاه التقدمي أعيقت في معظمها رغم أنه قد يكون هناك عوامل أخرى متعلقة بالأمر ربما عقية ليس من سهل تفسير شرسة الكراهية التي استدعاها فيما عبر عنه الآخرون لكن في العموم إذا انتخب ساندرز وهو أمر غير مرجح فإن يديه ستكونان مقيدتين ما لم تتطور حركة شعبية ضخمة تخلق موجة يستطيع ركوبها وتلك قد ويجب أن تدفعه أبعد مما قد يذهب إليه من دونها وهذا ما يهم دوما في النهاية يصل بنا ذلك إلى الجزء الأكثر أهمية من ترشيح ساندرز كما أرى وهو أنه تمكن من حشد عدد ضخم من الناس في حملته وإذا تمكنت هذه القوى من الاستمرار بعد انتهاء الانتخابات بدلا من التلاشي والاندثار فإنها يمكن أن تصبح نوعا من القوة الشعبية التي يحتاجها البلد إلى أبعد حد إذا ما تم التعامل معها بطريقة بناء في ظل التحديات الكثيرة التي تواجهنا ترتبط التعليقات السابقة بالسياسات المحلية وهي المجالات التي ركزه عليها في حملته أما تصوراته ومقترحاته للسياسة الخارجية فهي تبدو لي ديمقراطية لبرالية تقليدية تماما فأنا لا أرى شيئا جديدا فيما قدمه بما فيه بعض الفرضيات التي أظن أنها يجب أن تناقش بجدية سؤال واحد أخير ماذا تقول لهؤلاء الذين يرون أن إنهاء الحرب على الإرهاب أمر ساذج وخطأ أقول لهم ببساطة لماذا؟ وسؤال الأكثر أهمية لماذا تظنون أن على الولايات المتحدة أن تستمر في لاعب دور المساهم الأكبر في الإرهاب العالمي بهيئة الحرب على الإرهاب أثبتت التدخلات العسكرية الأمريكية في القرن الحادي والعشرين في أفغانستان على سبيل المثال العراق ليبيا سوريا أنها كارثية في المجمل مع ذلك لا تزال نقاشات حول شروط التدخل دائرة حتى الآن بين الصانعي الحرب في واشنطن ما تفسيرك لهذا؟ نعوم تشوميسكي جزئيا يقول المثل القديم عندما يكون كل ما تملكه مطرقة سيبدو لك كل شيء مسمارا ما يميز الولايات المتحدة عن غيرها القوة العسكرية لذا عندما لا ينجح أي نوع من أنواع التدخل يعدل المبدأ والممارسة بواسطة تقنيات ووسائل جديدة وما يشبهها هناك بدائل ممكنة مثل دعم الدمقراطي في الواقع وليس في الخطاب لكن النتائج قد لا تكون في مصلحة الولايات المتحدة لهذا السبب عندما تدعم الولايات المتحدة الديمقراطية فإنها تكون حالا من الديمقراطية التي تبنى من القمة إلى القاعدة بطريقة تبقى فيها النخب التقليلية المرتبطة بالولايات في السلطة وفق أقوال العالم البارز توماس كاروثرز المسؤول السابق في إدارة ريغان في حديثه عن ترويج الديمقراطية وهو مدافع قوي عن العملية لكنه للأسف يدرك الحقيقة ناقش بعضهم أن حروب أوباما مختلفة تماما في كل من النمط والجوهر عن حروب سلفه جورج دبليو بوش ما صحة هذه الادعاءات؟ اعتمد بوش على استخدام القوة العسكرية الصادمة والمرعبة التي أثبتت أنها كارثية بالنسبة إلى الضحايا وقادت كذلك إلى هزائم جدية للولايات المتحدة أما أوباما فيعتمد على تكتيكات مختلفة في المقاوم الأول حملة الاغتيالات العالمية بواسطة الطائرات دون طيار التي حطمت الأرقام القياسية الجديدة في الإرهاب العالمي وعمليات القوات الخاصة المنتشرة اليوم في معظم أنحاء الكرة الأرضية أخيرا ذكر الباحث الأساسي في هذا الموضوع نيك تورس أن قوات النخبة الأميركية كانت منتشرة في 147 بلدا عام 2015 فقدان الاستقرار وما أدعوه خلق ثقوب سوداء هو الهدف الأساسي لإمبراطورية الفوضى في الشرق الأوسط وغيرها من الأماكن لكن من الواضح أيضا أن الولايات المتحدة تبحر في بحر مضطرب دون أن تدرك اتجاها وفي الحقيقة هي جاهلة جدا ما يجب فعله عندما تتم مهمة التدمير كم من هذا ناتج عن تراجع دور الولايات المتحدة كمسيطر على العالم الفوضى وغياب الاستقرار أمران واقعيا لكنني لا أظن أنهما الهدف وإنما هما نتيجة ضرب الأنظمة الضعيفة حيث لا يفهم الشخص بوجود العنف الساحق أنهما وسيلة أساسية وليس هدف كما هي الحال في العراق والأيبيا وأفغانستان وغيرها مع التراجع المستمر لقوات الهيمنة الأمريكية فعليا منذ عام 1945 مع بعض التقلبات نجد نتائج في المشهد العالمي الحالي خذ مثلا مصير إدوارد سنودن لقد ذكر أن هناك أربع دول في أمريكا اللاتينية قدمت إليه اللجوء السياسي فهم ما عادوا يخشون سوطى واشنطن لكن ليس هناك حتى قوة أوروبية واحدة ترغب في مواجهة الغضب الأمريكي هذه نتيجة التراجع الملحوظ جدا للقوة الأمريكية في النصف الغربي من الكرة الأرضية لكنني أشك في أن تكون الفوضى في شرق الأوسط نتيجة جوهرية لهذا العامل إحدى نتائج الغزو الأمريكي للعراق كانت تحريض نزاعات طائفية التي تدمر العراق وهي الآن تمزق المنطقة إلى أجزاء القصف الذي بدأته أوروبا على ليبيا خلق كارثة هناك الأمر الذي انتشر أبعد بكثير مع تدفق الأسلحة وتحفيز الجرائم الجهادية وهناك عدد من الآثار الأخرى للعنف الأجنبي هناك أيضا عدد من العوامل الداخلية أظن أنه مبعوث شرق الأوسط باتريك كوكبرن محق في ملاحظاته أن الحركة الوهابية للإسلام السني هي إحدى أكثر تطورات خطورة في الحقبة الحديثة حتى الآن تبدو عدد من أكثر المشكلات رعبا غير قابلة للحل عمليا مثل الأزمة السورية حيث تعقد آمال بسيطة فقط على نوع من التسوية التي يجري التفاوض عليها والتي يبدو أن القوى المشاركة فيها تتقدم نحوها ببط روسيا أيضا تمطر الدمار في سوريا ما هو الهدف؟ هل تهدد روسيا المصالح الأمريكية في المنطقة؟ من الوضح أن الاستراتيجية الروسية تتمثل في دعم نظام الأسد وهذا في الحقيقة يمطر الدمار ويتجلى ذلك أساسا في مهاجمة القوات التي يقودها الجهاديون المدعومون من تركيا والمملكة العربية السعودية وقطر والولايات المتحدة إلى مداما افترضت مقالة نشرت أخيرا في واشنغتون بوست أن الأسلحة المتطورة جدا التي زودت بها CIA هذه القوات بما فيها صواريخ تاو المضادة للدبابات غيرت التوازن العسكرية ضد الأسد وكانت سببا في تدخل روسيا بالنسبة إلى المصالح الأمريكية علينا أن نكون حذرين فمصالح السلطة الأمريكية والشعب الولايات المتحدة مختلفة تماما في الغالب كما الحال في أي مكان آخر كذلك المصلحة الأمريكية الرسمية هي في إزالة الأسد ومن الطبيعي أن الدعم الروسي للأسد يهدد ذلك والمجابهة ليست ضارة فقط إن لم تكن مفجعة بالنسبة إلى سوريا وإنما تحمل أيضا تهديدا بالتصعيد غير المقصود الذي يمكن أن يكون كارثيا أكثر بكثير هل داعش وحش خلقته أمريكا؟ صدر أخيرا لقاء حديث مع المحلل البارز لشؤون الشرق الأوسط جراهام فولر بعنوان مسؤول سابق في CIA يقول إن سياسات أمريكا ساعدت في خلق تنظيم الدولة ما يقوله فولر على نحو صحيح كما أظن هو أظن أن الولايات المتحدة هي أحد المبتكرين الأساسيين لهذا التنظيم لم تخطط الولايات المتحدة لتشكيل داعش لكن تدخلاتها المدمرة في الشرق الأوسط والحرب في العراق كانت أسبابا أساسية في ولادته سوف تتذكرون أن نقطة بداية هذا التنظيم كانت لمعارضة الغزو الأمريكي للعراق في تلك الأيام كان التنظيم مدعوما من عدد من السنة غير المتشددين أيضا بسبب معارضتهم احتلال العراق أظن أن داعش الدولة الإسلامية الآن مدعوم حتى اليوم من عدد من السنة الذين يشعرون أنهم معزولون من الحكومة الشيعية في بغداد كان تأسيس الهيمنة الشيعية إحدى النتائج المباشرة للغزو الأمريكي فهو كان نصرا بالنسبة إلى إيران وأحد العناصر البارزة لهزيمة أمريكا في العراق لذا جوابا عن سؤالك العدوان الأمريكي كان عاملا في ظهور داعش لكن لا صح حتى لنظريات المؤامرة التي تدور في المنطقة والتي تحمل الولايات المتحدة مسؤولية التخطيط لظهور هذا المسخ الشاب كيف تفسر الجاذبية التي تمارسها منظمة بربرية ووحشية مثل الدولة الإسلامية لعدد من الشباب المسلمين الذين يعيشون في أوروبا هناك قدر كبير من الدراسة الدقيقة لهذه الظاهرة أجراها سكوت أتران وآخرون يبدو أن الإغراء يمس أساسا الشباب الذين يعيشون ظروفا من القمع والإذدال مع قليل من الأمل وقليل من الفرص ومن يبحثون عن هدف ما في الحياة يؤمن لهم الكرامة وتحقيق الذات في هذه الحالة يبدو تأسيس الدولة الإسلامية المثالية الناشئة في مواجهة قرون من الاستعباد وتدمير الذي تمارسه القوى الإمبريالية الغربية مثاليا لهم بالإضافة إلى أنه يبدو أن هناك قدرا كبيرا من التأثير لأفراد فريق كرة القدم نفسه وهكذا دون شك إن الطبيعة الطائفية الشديدة للصراعات الدينية هي عامل أيضا فالهدف ليس الدفاع عن الإسلام فقط وإنما حمايته أيضا من المرتدين الشيعة إنه مشهد قبيح وخطير جدا أبدت إدارة أوباما قليلا من الاهتمام بإعادة تقييم علاقات الولايات المتحدة مع الأنظمة المتعصبة في أماكن مثل مصر والمملكة العربية السعودية هل تعزيز الديمقراطية عنصر زائف تماما في السياسة الخارجية لأمريكا؟ هناك دون شك أشخاص ضمن الحكومة مثل توماس كاروثرز الذي ذكرناه سابقا والذي كرس نفسه فعليا لترويج الديمقراطية في وزارة خارجية ريغان لكن الوثائق تظهر بوضوح أن ذلك نادرا ما يكون عنصرا في السياسة فغالبا ما ترى الديمقراطية تهديدا لأسباب قوية عندما ننظر إلى الرأي العام لنذكر فقط مثالا آضحا واحدا تظهر استطلاعات الرأي العالمية التي تقودها وكالة استطلاع الرأي الأمريكية W.Y.N. جالوب أن الولايات المتحدة المهدد الأساسي لسلام العالمي وبعد هامش كبير تأتي باكستان في المرتبة الثانية يفترض أن هذا الترتيب متأثر بأصوات الهنود وقد أظهرت الاستطلاعات التي أجريت في مصر عشية الربيع العربي دعما ملحوظا للسلاح النوبي الإيراني لخلق قوة موازنة في وجه قوة إسرائيل وأمريكا فالرأي العام غالبا ما يدعم الإصلاح الاجتماعي من النوع الذي قد يؤذي الشركة المتعددة الجنسيات التي مقرها أمريكا من غير المحتمل أن ترغب حكومة الولايات المتحدة في رؤية مثل هذه السياسات تطبق لكن الديمقراطية الحقيقية تعطي قيمة كبرى للرأي العام لأسباب متشابهة تسبب ديمقراطية الخوف في البلد هل تتوقع أي تغييرات كبرى في السياسة الأمريكية الخارجية في المستقبل القريب سواء أكانت الإدارة ديمقراطية أم جمهورية؟ ليس في ظل إدارة ديمقراطية لكن الوضع في ظل إدارة جمهورية أقل وضوحا بكثير لقد انجرف الحزب بعيدا عن طيف السياسات البرلمانية إذا كان من الممكن أن تخذ تصريحات المجموعة الحالية من المرشحين على محمل الجد يمكن أن يواجه العالم عندها مشكلة عميقة خذ مثلا الاتفاق النووي مع إيران هم لا يعارضونه بالإجماع فقط وإنما يتنافسون حول كيفية السرعة التي سيضربون فيها إيران إنها لحظة غريبة جدا في التاريخ السياسي الأمريكي وفي دولة تملك قدرة مذهلة على التدمير فإن ذلك يجب أن يسبب قلقا كبيرا صراعات عالمية من أجل الهيمنة داعش، الناتو، روسيا سي جي بولكيرونيو نشوء داعش هو نتيجة مباشرة للغزو الأمريكي واحتلال العراق وداعش يمثل اليوم إلى حد بعيد تنظيم الإرهابية الأكثر خطورة ووحشية بشكل يفوق ما نحفظه في ذاكيرتنا حديثة يبدو أيضا أن أذرعه الإرهابية وصلت إلى مواراء الثقوب بسوداء التي خلقتها الولايات المتحدة في سوريا وليبيا والعراق وأفغانستان وامتدت أيضا إلى داخل أوروبا وهي حقيقة اعترفت بها أخيرا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في الحقيقة تم تقدير أن الهجمات التي ينظمها داعش أو يوحي بها حدثت خلال كل 48 ساعة في مدن خارج الدول التي ذكرت سابقا منذ حزيران يونيو 2016 لماذا أصبحت دول مثل ألمانيا وفرنسا أهدافا لداعش؟ نعوم تشوميسكي أظن أننا يجب أن نكون حذرين في تفسير الدعاءات داعش عن مسؤوليته عن الهجمات الإرهابية لنأخذ أسوأ ما حدث أخيرا في نيس لقد ناقش أكبر أحمد أحد أكثر محللي الإسلام الأصولي دقة وفتنة الحادث واستنتج من الأدلة المتوفرة أن منافذ الجريمة محمد لحويج بوهلال لم يكن على الأرجح مسلما متعاصبا فقد كان لديه سجل إجرامي كان يتعاطي الكحول وقد تناول لحم خنزير وتعاطي المخدرات لم يكن يصوم أو يصلي أو يتردد بانتظام إلى المسجد ولم يكن متدينا ولا بأي حال كان قاسيا مع زوجته التي تركته وهذا ليس ما يراه المسلمون انعكاسا نموذجيا لإيمانهم خاصة أولئك الذين يرون أنفسهم مخلصين لدينهم تبنى داعش متأخرا الهجوم وهذا ما يفعله عادة أي كانت الحقائق لكن أحمد يرى أن الادعاء مشكوك فيه إلى درجة كبيرة في هذه الحالة وهو يقول عن هذا الهجوم وغيره بما أن داعش ربما يكون له تأثير في هؤلاء المسلمين عامة فإن كراهيتهم تأتي من وضعهم كمهاجرين غير مرغوب فيهم في أوروبا خاصة في فرنسا حيث ما زالوا لا يعاملون كفرنسيين حتى لو كانوا مولودين هناك المجتمع ككل فيه جزء من السكان غير المتناسبين من الشباب المتعطلين عن العمل مع ظروف سكن وتعليم سيئة وهم عرضة على الدوام للإذنال الثقافي إنه ليس مجتمعا موحدا ما عدا بعض الاستثناءات الجديرة بالاحترام من هذا الوسط يأتي الشباب مثل لحواج بوهلال يمكنه لأحظة نموذج المجنم البسيط في الهجمات الإرهابية الأخيرة في أوروبا بما فيها هجمات باريس وبروكسل يتوافق تحليل أحمد تقريبا مع تحليلات الآخرين الذين أجروا بحثا موسعا عن المجندين في داعش خاصة سكوت أتران وفديقة وأظن أن هذا يجب أن يوخذ بجدية إلى جانب فرضياته التي تقترب أيضا من أعمال المحللين الواسع للاطلاع الآخرين لتأمين فرص توظيف وتعليم للجالية المسلمة وبرامج للشباب وتشجيع القبول والتنوع والتفاهم هناك الكثير مما يمكن للحكومة أن تفعله لتأمين تدريبا دينيا وثقافيا ولغويا لهذه الجالية الأمر الذي سيساعد على سبيل المثال في حل مشكلة الآئمة الأجانب الذين يجدون صعوبة في التنازل عن أدوارهم في القيادة ضمن مجتمع محلي لمواجهة سبب واحد للمشكلة ليس غير يشير أتران إلى أن 7% إلى 8% من الشعب الفرنسي فقط مسلمون بينما من 60% إلى 70% من الموجودين في السجون هم من المسلمين تجدر الإشارة أيضا إلى التقرير الأخير لمجلس البحث الوطني الأمريكي الذي وجد أنه مع الانتباه إلى السياق السياسي يبدو أنه تم تبني الإرهاب وجمهوره الداعم عبر الأنظمة السياسية التي تمارس القمع السياسي والتي تفتقد الثقة بسياسات دمج كل من المجموعات المشتقة والمعتدلة في المجتمع المدني والعملية السياسية من سهل القول دعونا نرد بالعنف وبالقمع مندمرهم بالكامل كما يرى تيد كروز وهكذا نحقق للقاعدة وداعش ما يأملون فيه كثيرا وهذا على الأغلب سيزيد حدة المشكلات كما يحدث الآن في الواقع ما هو هدف داعش من استهداف المدنيين الأبرياء كما حدث في الهجوم على البلدة البحرية في نيس في فرنسا الذي راح ضحيته 48 شخصا كما قلت أظن أننا ينبغي أن نكون حذرين حول الدعاءات داعش واتهاماته بالمبادرة أو حتى بالتورط فهم عندما يكونون متورطين في مثل هذه الأعمال الوحشية تكون استراتيجيتهم واضحة تماما وعموما يميل المحللون الخبراء والمختصون بدراسة داعش وأعمال التمرد العنفة أمثال سكوتا تران ويليام بولك وغيرهم إلى تصديق كلام داعش كما ينبهون أحيانا إلى قواعد اللعبة في الاستراتيجية الجوهرية التي يتبنىها داعش التي حددها قبل عقد من الزمن الجناح الرافدي لفرع القاعدة الذي تحول فيما بعد إلى داعش نذكر هنا الحقيقتين الأوليتين من هذه الاستراتيجية مقتبس عن مقالة لأتران الحقيقة الأولى ضرب أهداف ناعمة نوع ووسع الضربات المزعجة ضد العدو الصيوني الصليبي في كل مكان في العالم الإسلامي وحتى خارجه إن أمكن وذلك لتشتيت جهود تحالفات العدو واستنزافها إلى أقصى مدى ممكن الحقيقة الثانية أضرب عندما يكون الحراس بعيدين عن ضحايا المحتملين لتعظيم الذعر في عموم الشعب واستنزاف اقتصادهم إذا ضربت المرافق السياحية التي يتردد عليها الصليبيون فإنه سيتم العمل على حماية كل المرافق السياحية في كل دول العالم بقوات إضافية تقدر بأنها ضعف الأعداد العادية وهذا يتطلب زيادة ضخمة في الإنفاق وقد كانت استراتيجيتهم ناجحة تماما في نشر الإرهاب وفرض تكاليف ضخمة على الصليبيين دون أن يكون لها كلفة تذكر بالنسبة إليهم ذكر أنه ستتم حماية السياح في فرنسا بواسطة القوى المسلحة والجنود في مواقع قضاء العطال بما فيها الشواطئ إلى أي مدى يرتبط هذا التطور بأزمة اللاجئين في أوروبا حيث وصل الملايين في السنتين الأخيرتين من الأماكن التي مزقتها الحرب حول العالم من صعب الحكم على ذلك لم تعزل جرائم في فرنسا إلى اللاجئين الذين وصلوا أخيرا كما رأيت وإنما هي أقرب إلى حالة لحويج بولال لكن هناك خوف كبير من اللاجئين يتجاوز الأدلة على ارتباطهم بالجريمة وهذا يشبه تقريبا ما يحدث في الولايات المتحلة حيث يعمل الخطاب من النمط الذي يتبنىه ترامب في الحديث عن إرسال المكسيك للمجرمين والمغتصبين على إثارة الذعر في نفوس الناس حتى مع الدليل الإحصائي المحدود الذي ذكرته ميشيلي هيلي في واشنغتون بوست والذي يشير إلى أن الجيل الأول من المهاجرين كانوا أقل استعدادا للجريمة من الأمريكيين المولودين أصلا في أمريكا إلى أي مدى ترى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ناتج عن الخوف من الأجانب وعن التدفق الضخم للمهاجرين إلى أوروبا هناك الكثير من التقارير التي تعطي هذا الانطبع لكنني لم أرى أي معلومات واقعية يجب الانتباه إلى أن اللاجئين يأتون إليها من دول الاتحاد الأوروبي وليس من أولئك الذين يهربون من أماكن النزاعات وما يستحق التذكير أيضا أن بريطانيا لعبت دورا غير صغير في خلق اللاجئين غزو العراق هو أحد الأمثلة وهناك أمثلة عدة أخرى إذا أخذنا في الحسبان العمق التاريخي نشهد اليوم أن عبء التعامل مع نتائج الجرائم الأمريكية البريطانية يقع أساسا على عاتق الدول التي لا تتحمل مسؤولية هذه الجرائم مثل لبنان حيث يقدر أن نحو 40% من سكانه هم من اللاجئين هل تشترك الولايات المتحدة والقوى الغربية الكبرى فعليا في الحرب ضد داعش؟ قد يبدو هذا موضع شك بالنسبة إلى مراقب خارجي بفعل التأثير المتنام لداعش والقدرة المستمرة للتنظيم على تجنيد الجنود لمصلحته من داخل أوروبا تنتشر مثل هذه الأفكار في الشرق الأوسط لكنني لا أظن أن لها أي مصداقية الولايات المتحدة قوية لكنها ليست قوية جدا هناك ميل إلى نسب كل شيء يحدث في العالم إلى CIA أو مخطط غربي شيطاني فهناك الكثير من الأحداث التي تحتاج إلى الإدانة بحدة والولايات المتحدة قوية فعلا لكن ليس بأي حال مما يعتقد غالبا يبدو أن هناك تغيرا جيوسيا سياسيا يحدث في الدور السياسي الإقليمي لتركيا الأمر الذي كان السبب الأساسي وراء الانقلاب الفاشل في تموز يوليو 2016 هل تجد مثل هذا التغيير جاريا؟ هناك بالتأكيد تغير في سياسة الإقليمية منذ عهد رئيس الوزراء التركي السابق داود أغلو الذي تحدث عن سياسة صفر مشكلات لكن ذلك التغير جاء لأن المشكلات تفاقمت تسعى تركيا إلى أن تصبح قوة إقليمية ما وصف أحيانا بالعثمانية الجديدة الأمر الذي يبدو مستمرا إن لم يكن متسارعة ومع زيادة التوتر في العلاقة مع الغرب نتيجة استمرار حكومة أردوغان إن جرافها القوي نحو الحكم المستبد مع معايير قمعية متطرفة تماما من الطبيعية أن تتجه تركيا إلى البحث عن تحالفات في مكان آخر تحديدا مع روسيا زيارة أردوغان الأولى بعد الانقلاب كانت إلى موسكو لكي يعيد حلف الصداقة بين موسكو وأنقرة وفق قوله إلى ما كان عليه قبل أن تسقط تركيا طائرة روسية في التشرين الثاني نوفمبر 2015 عندما زعموا أنها اخترقت الحدود التركية لبضع ثوان بينما كانت نفذ مهمة قصف في سوريا لسوء الحظ جدا هناك معارضة غربية ضعيفة جدا لعنف أردوغان وللتصعيد الشديد للأعمال الوحشية ضد الشعب الكردي في الجنوب الشرقي الذي يصفه بعض المراقبون الآن بأنه يقارب الرعب الذي حدث في تسعينيات القرن الماضي بالنسبة إلى الانقلاب لا تزال خلفيته الأساسية غمضة حتى الآن لا أرى دليلا على أن التغيرات في السياسة الإقليمية لعبت دورا فيه ضمن الانقلاب على أردوغان تعزيز نظام الحكم الاستبدادي جدا في تركيا اعتقل أردوغان آلاف الناس وأغلق وسائل إعلام ومدارس وجامعات تابعة للانقلاب وفي الحقيقة ربما تكون آثار الانقلاب قد زادت حتى دور الجيش في العلاقات السياسية بما أنه سيصبح تحت السلطة المباشرة للرئيس نفسه وذلك في حركة كان أردوغان قد بدأها سابقا كيف يؤثر هذا في علاقة تركيا مع الولايات المتحدة والقوى الأوروبية إذا أخذنا في الحسبان مزاعم الأخيرة حول حقوق الإنسان والديمقراطية داخل تركيا وحول مساعي أردوغان إلى إقامة روابط وثيقة مع بوتين مزاعم هي الكلمة الصحيحة فخلال التسعينيات من القرن الماضي مارست الحكومة التركية أعمالا وحشية رهيبة استهدفت فيها الشعب الكردي إذ قتل عشرات الآلاف ودمرت آلاف القرى والبلدات وأخرج مئات الألوف وربما ملايين من بيوتهم مع كل ما يمكن تخيله من تعذيب ثمانون بالبيئة من السلاح كان يأتي من واشنطن وازدادت النسبة بزيادة الأعمال الوحشية في عام واحد 1997 عندما بلغت الأعمال الوحشية ذروتها أرسل كلينتون إلى تركيا أسلحة أكثر من مجموع ما تم إرساله إليها طوال مرحلة بعد الحرب كلها حتى ظهور حملة قمع الاحتجاجات وقد تجاهلت وسائل الإعلام فعليا كل هذا مع أن The New York Times تملك مكتبا في أنقرة فإنها لم تأتي على ذكر الموضوع بالطبع كانت الحقائق معروفة جدا في تركيا وغيرها لمن يهتمون بالأمر تبلغ الأعمال الوحشية ذروتها مرة ثانية اليوم كما أشر لأن الغرب يفضل النظر إلى مكان آخر رغم ذلك تصبح العلاقات بين النظام أردوغان والغرب أكثر توترا وهناك غضب شديد ضد الغرب من داعم أردوغان لأن المواقف الغربية تجاه الانقلاب تنتقده باعتدال لكن ليس على النحو الذي يكفي النظام أما باتجاه الاستبداد المتزايد والقمع الشديد فالانتقاد غير قوي لكن النظام يراه كثيرا جدا في الحقيقة هناك اعتقاد كبير أن الولايات المتحدة هي من بدأت الانقلاب الولايات المتحدة مدانة أيضا لأنها طالبت بدليل قبل تسليم غولين الذي يتهمه أردوغان بأنه وراء الانقلاب لا يمكن تجاهل سخرية الأقدار هنا ربما يتذكر أحدنا أن الولايات المتحدة قصفت أفغانستان لأن طالبان رفضت تسليم أسامة بلاد دون دليل أو خذ قضية إيمانويل توتر كونستانت قائد القوة الإرهابية FRABH جبهة الرقي والتقدم في هايتي الذي عبث في هايتي في ظل حكم الدكتاتورية العسكرية في بداية التسعينيات وعندما أسقط المجلس العسكري بواسطة الغزو البحري هرب إلى نيويورك حيث عاش بارتياح أرادت هايتي تسليمه وكان عليها أكثر من دليل كاف لكن كلينتون رفض على الأرجح لأنه كان من الممكن أن يكشف العلاقات التي ربطت كلينتون بالمجلس العسكرية يبدو أن صفقة المهاجرين الأخيرة بين التركيا والاتحاد الأوروبي على وشك الفشل مع ذهاب أردوغان بعيدا جدا ليقول علنا إن القادة الأوروبيين لم يكونوا صادقين ما هي نتائج ذلك على العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي وعلى اللاجئين أنفسهم إذا فشلت الصفقة رشت أوروبا في الأساس تركيا لمنع لاجئين البائسين الهاربين من الجرائم التي يتحمل الغرب مسؤولية كبرى عنها من الوصول إلى أوروبا يشبه هذا محاولات أوباما لاستخدام الدعم المكسيكي لمنع لاجئي أمريكا الوسطى الذين هم في الغالب ضحايا للسياسات الولايات المتحدة بما فيها سياسات إدارة أوباما من الوصول إلى حدود الولايات المتحدة هذا تناقض أخلاقي لكنه أفضل من تركهم يغرقون في البحر المتوسط تدور العلاقات سيجعلهم يسافرون بطرق أسوأ على الأرجح لا يزال ناتو التحالف العسكري الذي تقوده أمريكا يعزز وجوده في أوروبا الشرقية في المدة الأخيرة بينما هو مصمم على وقف الانتعاش الروسي بخلق قسامة بين أوروبا وروسيا هل تسعى الولايات المتحدة إلى نزاع عسكري مع روسيا؟ أم الدافع إلى مثل هذه التحركات مجرد الحاجة إلى الحفاظ على المجمع الصناعي العسكري سليما في مرحلة ما بعد الحرب الباردة؟ بالتأكيد الناتو هو تحالف عسكري تسيطر الولايات المتحدة عليه عندما انهار الاتحاد السوياتي اقترح ميخايل جورباتشوف نظام أمن على امتداد القارة الأمر الذي رفضته الولايات المتحدة مصرة على الحفاظ بالناتو وتوسيعه وقد وفق جورباتشوف على السماح لألمانيا الاتحادية بالانضمام إلى الناتو وكان هذا تنازلا مهما في ضوء الأحداث التاريخية لكن كان هناك شيء مقابل شيء الناتو لا يتوسع إنشا واحدا نحو الشرق أي شرق ألمانيا كان ذلك ما وعت به بوش الأب ووزير خارجيته جيمس بيكر جورباتشوف لكن دون ورقة مكتوبة كان اتفاقا شفاهيا فقط ودعت الولايات المتحدة فيما بعد أن ذلك يعني أنه لم يكن ملزمة هناك بحث أرشفي دقيق أجراه جوشوا آر ايتيز كويس شيفرنسون نشير في الربيع الماضي في مجلة انترناشنل سيكوريتي الرفيعة المستوى في هارفورد ماساتشوستس يكشف بقدر معقول جدا أن الاتفاق كان خداعا مقصودا وهذا اكتشاف مهم جدا يمكنه أن يحل فعليا على ما أظن الجدل العلمي الدائر حول القضية فلقد توسع ناتو شرق ألمانيا في السنوات التالية ووصل إلى الحدود الروسية وقد أدان جورج كينان وغيره من المعلقين المحترمين جدا هذه المخططات لأنها كانت على الأرجح ستقود إلى حرب باردة جديدة بما أن روسيا شعرت أن التهديد بات على حدودها الطبيعية وقد زادت خطورة التهديد أكثر عندما اندعى ناتو أوكرانيا للانضمام إليه في عامي 2008 و2013 وكما أدرك المحللون الغربيون يزيد هذا التهديد القضايا الاستراتيجية الروسية الأساسية الأمر الذي ناقشه على سبيل المثال جون ميرشايمر في مجلة فورين أفيرز وهي مجلة المؤسسة الرئيسية لكنني لا أظن أن الهدف هو وقف الانتعاش الروسي أو الحفاظ على السلامة المجمع الصناعي العسكري وبالتأكيد الولايات المتحدة لا تريد صراع عسكرية الأمر الذي قد يدمر كل الجانبين والعالم بدلا من ذلك أظن أنه محاولة عادية من قوة عظمى لتوسيع هيمنتها العالمية لكن هذا يزيد تهديد الحرب التي قد تحدث مصادفة فقط كما نبه كينان وآخرون في تنبؤتهم في رأيك هل ما زالت الحرب النووية بين الولايات المتحدة وروسيا احتمالا واقعيا جدا في عالم اليوم؟ احتمال واقعي جدا وفي الحقيقة احتمال متزايد وهذا ليس رأيي فقط هو أيضا رأي الخبراء الذين حددوا ساعة نهاية العالم في نشرة العلماء الذريين كذلك هو رأي وزير الدفاع السابق ويليام بيري أحد أكثر الخبراء احتراما وتجربة في هذه القضايا وغيره كثيرين ليسوا من مروجه الإشاعات على الإطلاق إن تاريخ الحوادث القريبة التي كان من الممكن أن تكون حوادث نهائية صادم في الحقيقة مع أننا لا نتحدث عن المغامرات الخطيرة جدا فبقاؤنا أحياء في عهد الأسلحة النووية هو معجزة واللعب بالنار خطير في النهاية هذه الأسلحة يجب إزالتها من الأرض كما يرى العديد من أكثر المحللين محافظة مثل هنري كيسنجر وجورج شوتلز وغيرهم نعوم أشكرك على إجراء هذا الحوار حول التطورات الجارية في أوروبا أود أن أبدأ بسؤالك لماذا تحدث أزمة اللاجئين في أوروبا في هذا الوقت وفق رأيك؟ نعوم تشومسكي كانت الأزمة تعد منذ وقت طويل وهي الآن تعصف بأوروبا لأنها تجاوزت الحدود من الشرق الأوسط ومن أفريقيا كان هناك ضربتان غربية تركت أثرا خطيرا فيما يجري الأولى كانت الغزوة الأميركية البريطانية للعراق الغزو الذي وجه ضربة قاتلة تقريبا إلى بلد كان قد دمر سابق بهجوم عسكري ضاخم قبل عشرين عاما تلته العقوبات الأميركية البريطانية التي هي قرار فعلي بالإبادة الجماعية بغض النظر عن المذابح والإبادة أشعل الاحتلال الوحشي صراعا طائفيا هو الآن يمزق البلد وكامل المنطقة شرد الغزو ملايين الناس العديد منهم هربوا وتم استيعابهم في الدول المجاورة الدول الفقيرة التي ترك لها أن تتعامل بطريقة ما مع نتائج جرائمنا إحدى نتائج الغزو كانت ظهور المسخ الرهيب داعش الذي يساهم الآن في الكارثة السورية المرعبة مرة ثانية كان على دول الجوار أن تستوعب تدفق اللاجئين تركيا وحدها تؤوي أكثر من مليوني لاجئ سوري وتساهم في الوقت نفسه في تدفقهم بسبب سياساتها في سوريا والمتمثلة في دعم جبهة النصر المتطرفة وغيرها من الإسلاميين الأصوليين ومهاجمة الكرد الذين هم القوة الرئيسية على الأرض في مواجهة داعش الذي استفاد أيضا من الدعم التركي غير المخفي جدا لكن هذا المد لا يمكن أن يستمر طويلا ضمن المنطقة الضربة الكارثية الثانية هي التي دمرت ليبيا وقد أصبحت فوضى المجموعات المتحاربة الآن وداعش أساسا مصدرا غنيا للجهاديين ولتدفق سلاح من غرب أفريقيا إلى الشرق الأوسط وممرا لتدفق اللاجئين من أفريقيا وإذا تحدثنا عن العوامل ذات المدى الأبعد فإن أوروبا كانت لقرون مضت تعذب أفريقيا أو لنقولها بشكل أكثر اعتدالة كانت تستغل أفريقيا من أجل تطورها الخاص متبنية توصيات أفضل المخططين الأمريكيين جورج كينا لمرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية لنأخذ مثالا واحدا من التاريخ الذي من المعروف أنه مشوه جدا حالة بلجيكا التي ترزح الآن تحت أزمة اللاجئين ثروة بلجيكا مستمدة في جزء كبير منها من استغلالها الكونغو بوحشية تتجاوز حتى منافسيها الأوروبيين وقد نالت الكونغو حريتها أخيرا في 1960 واستطاعت أن تصبح بلدا غنيا ومتقدما حالما تحررت من السيطرة البلجيكية محفزة تطور أفريقيا ككل أيضا كانت هناك آمال واقعية تحت قيادة باتريس لومومبا أحد أكثر الشخصيات الواعدة في أفريقيا الذي كان هدفا للاغتيال السياسي من CIA لكن البلجيكيين كانوا هناك أولا حيث قطعت جثته إلى قطع صغيرة وأذيبت في حمض الكبريتيك دعمت الولايات المتحدة وحلفاؤها موبوتو القاتل المهووس السرقة حتى الآن لا تزال الكونغو الشرقية تمثل أسوأ مشاهد المذابح في العالم بمساعدة رواندا المفضلة لدى الولايات المتحدة بينما تغذي الجيوش الشعبية المتحاربة شهوة الشركات المتعددة الجنسيات الغربية للمعادن من أجل الهواتف الخلوية وغيرها من عجائب التقنيات المتطورة يمكن تعميم الصورة أكثر في أفريقيا مع زيادة خطورة الجرائم التي لا تحصى وبالنسبة إلى أوروبا يجتمع كل هذا ليصبح أزمة لاجئين هل تمثل موجات المهاجرين؟ من الواضح أن العديد منهم مهاجرين وليسوا ببساطة لاجئين هاربوا من المناطق التي تمزقها الحروب التي تختلق قلب أوروبا نوعا من كارثة طبيعية أم أنها مجرد نتيجة للسياسات؟ هناك مقدار ضئيل مرتبط بالكارثة الطبيعية فيما يحدث فمن المحتمل أن الجفاف السيئة في سوريا الذي حطم المجتمع كان نتيجة للاحتباس الحراري العالمي وهو ليس طبيعيا تماما كذلك أزمة دارفور في جزء منها هي نتيجة التصحر الذي قاد مجموعات الرحالة من سكان إلى مناطق مستقرة والمجاعات المرعبة في أفريقيا الوسطى اليوم قد تكون ناتجة أيضا في جزء منها عن الاعتداء على البيئة خلال حقبة الإنثروبوسين الحقبة الجيولوجية الحديثة قد دمرت النشاطات البشرية وعلى رأسها الصناعة آفاق البقاء الكريم وستستمر في ذلك ما لم تكبح يواجه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي وقتا عصيبا جدا مع أزمة اللاجئين لأن عددا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ترفض الاضطلاع بدورها وقبول أي شيء غير مجرد حفنة من اللاجئين ما الذي يكشفه ذلك عن حكومة الاتحاد الأوروبي وقيم عدد من المجتمعات الأوروبية تعمل الحكومة الأوروبية بفعالية كبيرة جدا لفرض معايير تقشف قاسية تدمر الدول الأفقر وتفيد المصارف الشمالية لكن هذا يتوقف كليا تقريبا عند الحديث عن محنة إنسانية هي في جزء أساسي منها نتيجة الجرائم الغربية يقع العبء على البعض الذين كانوا يريدون مؤقتا على الأقل أن يفعلوا شيئا أكثر من مجرد محاولة تقديم المساعدة مثل السويد وألمانيا فيما أغلق الآخرون حدودهم تحاول أوروبا أن تشجع تركيا على إبقاء اللاجئين البائسين بعيدا عن حدودها تماما كما تفعل الولايات المتحدة حيث تفرض على المكسيك أن تمنع هؤلاء الذين يحاولون أن يهربوا من الخراب التي تخلفه جرائم الولايات المتحدة من الوصول إلى حدوده الأخيرة حتى أن هذا يوصف كسياسة إنسانية تقلل الهجرة غير شرعية ما الذي نفهمه من كل هذا عن القيم السائدة؟ من الصعب أن نستخدم كلمة قيم فما بالك في التعليق على ذلك؟ ذلك تحديدا عند الكتابة في الولايات المتحدة البلد الذي يرجح أنه الأكثر أمانا في العالم الكلمة التي تستهلك الآن عند الجدل فيما إذا كان يسمح للسوريين على الإطلاق لأن واحدا قد يكون إرهابيا ويدعي أنه طبيب وفيما إذا كان يسمح لأي مسلم على الإطلاق بينما جدار ضخم يحمين من المهاجرين الهاربين من الجنوب المدمر من الحدود ما رأيك في الجدل الدائر حول أنه يستحيل على عدد من الدول الأوروبية أن تستوعب الكثير جدا من المهاجرين واللاجئين؟ فعليا ألمانيا أقصى ما يمكن استوعبت نحو مليون لاجئ في بلد غني جدا فيه أكثر من ثمانين مليون نسمة بالمقارنة مع لبنان وهو بلد فقير يعاني مشكلات داخلية خطيرة يشكل سوريون الآن نحو خمسة وعشرين بالمائة من سكانه بالإضافة إلى أحفاد أولئك الذين كانوا من المهاجرين الفلسطينيين أكثر من ذلك بخلاف لبنان ألمانيا تحتاج المهاجرين إلى حد بعيد للحفاظ على سكانها في ظل تناقص نسبة المواليد الأمر الذي يقال أنه نتيجة لتعليم المرأة في كل أنحاء العالم وكينيس روث رئيس منظمة حقوق الإنسان محق بتأكيد في ملاحظته أن هذه الموجة من الناس تشبه كثيرا مجرى مائيا رفيعا أمام البركة التي يجب أن تحتويه وبالنظر إلى ثروة الاتحاد الأوروبي واقتصاده المتقدم من الصعب أن نجادل أن أوروبا تفتقد إلى وسائل استيعاب هؤلاء القادمين الجدد تحديدا في البلدان التي تحتاج المهاجرين من أجل صحة اقتصادها الكثير من اللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى الأوروبا لم يكملوا الرحلة أبدا إضافة إلى عدد ممن ماتت آمالهم على السواحل إيطاليا واليونان في الحقيقة وفقا للمفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة فإن أكثر من 2500 شخص ماتوا الصيف الماضي 2015 فقط أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا بعد أن أصبح الساحل الجنوبي الغربي لتركيا نقطة انطلاق لآلاف اللاجئين الذين يغريهم مهربوا المهاجرين الأتراك بسفر عبر القبارب المتهالكة لماذا لا تضغط أوروبا أكثر على حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتفعل شيئا ما حيال هذا الوضع الرهيب تركزت الجهود الأوروبية الأساسية في الضغط على تركيا للإبقاء على المأساة والمعاناة بعيدة عنها على نحو أشبه كثيرا الوضع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك فموت هؤلاء الأشخاص ليس ذا أهمية ما دمنا في آمان من العدوى اتهمت أردوغان أخيرا بازدواجية المعايير حول الإرهاب عندما اختارك تحديدا من بين مئات الأكاديميين الذين وقعوا على عريضة يعارضون فيها الممارسة التركية ضد الشعب الكردي ووصفك بأنك إرهابي هل يمكنك أن تقول شيئا حول هذه القضية بما أنها تطورت إلى حدث عالمي؟ هذا دقيق تماما بدأ مجموعة من الأكاديميين الأتراك توقيع عريضة تعترض على القمع الشديد والمتزايد الذي تمارسه الحكومة التركية ضد شعبها الكردي وكنت واحدا من عدة أشخاص أجانب تمت دعوتهم للتوقيع وبعد الهجوم الإرهابي الوحشية في إسطنبول مباشرة شن أردوغان هجوما عنيفا ولاذعا على موقعي البيان معلنا على طريقة بوش أنك إما أن تكون معنا وإما مع الإرهابيين بما أنه اختارني من أجل سيل من الذنب فقد طلب مني الإعلام التركي والأصدقاء أن أرد وقد فعلت ذلك باختصار كما يلي اتهمت تركيا داعش الذي ساعده أردوغان بعدة طرق بأنه وراء الهجوم بينما يدعم أردوغان جبهة النصرة التي تكاد لا تختلف عن داعش ثم بدأ هجوما على هؤلاء الذين يدينون جرائمه ضد الكرد الذين يصادف أنهم القوة الأساسية على الأرض في مواجهة داعش في كل من سوريا والعراق هل يحتاج الأمر إلى تعليق آخر؟ الأكاديميون الأتراك الذين وقعوا البيان اعتقلوا وتم تهديدهم وهجم لآخرون جسديا بينما استمر القمع الحكومي في التصاعد تكاد أيام التسعينيات المظلمة لا تمحي من الذاكرة وكما من قبل سجل الأكاديميون الأتراك وغيرهم أمانة وشجاعة ملحوظة في المعارضة القوية لجرائم الدولة بصورة نادرا ما تجدها في مكان آخر معرضين أنفسهم للخطر ومتحملين أحيانا عقوبات شديدة بسبب مواقفهم الجديرة بالاحترام ولحسن الحظ هناك دعم دولي متزايد لهم رغم أنه ما زال أقل بكثير مما يجب أشرت في إحدى مراسلتنا إلى أردوغان بدكتاتور أحلامه ما الذي تعنيه بهذا؟ نفذ أردوغان لسنوات عدة خطوات لدعم سلطته منقلبا على الخطوات المشجعة نحو الديمقراطية والحرية التي تمت في تركيا في سنوات سابقة وتظهر كل المؤشرات أنه يسعى أن أصبح حاكما مستبدا متطرفا مقتربا من الدكتاتورية ومن أن يكون حاكما قمعيا قاسيا تستمر الأزمة اليونانية دون انقطاع ودائنون الدوليون لهذا البلد يطالبون باستمرار بإصلاحات إضافية من النوع الذي لا تستطيع أي حكومة ديمقراطية في أي مكان آخر في أوروبا تحقيقه وفي الحقيقة إن مطالباتهم بإصلاحات أكثر لا تكون مترافقة في بعض الحالات بمعايير محددة ما يعطي انطباعا أن ما يحدث ليس أكثر من ممارسة سادية قاسية على الشعب اليوناني ما رأيك في هذه القضية؟ الشروط التي فرضت على اليونان لمصلحة الدائنين خربت البلد كان الهدف المعلن هو تقليل عبئ الدين الذي ازداد بفعل هذه الشروط وبما أن الاقتصاد قد ضعف فإن إجمالي الناتج المحلي انحدر على نحو طبيعي وتزايد معدل الدين إلى إجمالي الناتج المحلي جي بي دي رغم التقليل الكبير للإنفاق الحكومي نظريا كانت اليونان مستعدة للإعفاء من الدين أما عمليا فأصبحت ممرا تتدفق عبره المساعدات الأوروبية إلى المصارف الشمالية التي أعطت قروضا محفوفة بالمخاطر وفاشلات في استردادها وهم يريدون أن يحصلوها من دافع الضرائب الأوروبي وهذه صفة معروفة للمؤسسات المالية في عهد الليبرالية الجديدة عندما اقترحت الحكومة في اليونان أن تطلب من الشعب أن يعبر عن آرائه حول مصيره كان رد فعل النخبة الأوروبية أنهم عبروا عن رعبهم المطلق بوقاحة كيف يمكن لليونانيين أن يتجرأوا على اعتبار الديمقراطية قيمة يجب أن تحترم في البلد الذي تعود أصولها إليه رد المسؤولون في الاتحاد الأوروبي بقسوة مفرطة وفرضوا شروطا أقصى لتحول اليونان إلى خراب في هذه الأثناء كانوا يخصصون دون شك ما يتمكنون من تخصيصه لأنفسهم هدف هذه القسوة المفرطة ليس الشعب اليوناني تحديدا لكن أي أحد يتجرأ أن يتخيل أن الشعب قد يكون له حقوق ليبدأ بالمقارنة مع المؤسسات المالية والمستثمرين عموما لم تحقق معايير التقشف خلال التراجع الاقتصادي أي هدف اقتصادي كما يرى حتى اقتصادي صندوق النقد الدولي IMF رغم أن السياسيه لا يرون ذلك ومن الصعب اعتبارها سوى حرب طبقية تهدف إلى إلغاء المكاسب الديمقراطية الاجتماعية التي هي إحدى المساهمات الأوروبية الكبرى في الحضارة الحديثة ما رأيك في حكومة سيريزا التي تراجعت عن الوعود التي قطعتها قبل الانتخابات وانتهى بها الأمر بتوقيع اتفاق إنقاذ جديد لتصبح بذلك مجرد حكومة يونانية أخرى تفرض معايير التقشف على الشعب لا أشعر أنني مطلع كفاية على الوضع كي أعلق على خيارات سيريزا المحددة أو لتقييم الطرق البديلة التي كان يمكنه اتباعها كان من الممكن أن تكون خياراته أفضل بكثير لو أنهم حصلوا على دعم القوى الشعبية من مكان آخر في أوروبا وأعتقد أن ذلك كان ممكنا وزير المالية اليوناني السابق يانيس فاروفيكس على وشك أن يطلق حزبا جليلا هدفه كما قال فكرة بسيطة لكن جوهرية جعل أوروبا ديمقراطية عندي سؤالان لك حول هذا الموضوع الأول لماذا تصبح الديمقراطية الاجتماعية على نحو متزايد شيئا من الماضي في عدد من المجتمعات الأوروبية الثاني إلى أي مدى يمكن للشخص أن يجعل النظام الرئيس مالي ديمقراطية تعرضت الديمقراطية الاجتماعية ليس في شكلها الأوروبي المختلف فقط وإنما في أشكالها الأخرى أيضا لهجوم شديد خلال مرحلة الليبرارية الجريدة في جيل الماضي الأمر الذي كان مؤذيا لعامة سكان تقريبا في كل مكان بينما يفيد النخب القليلة كشفت دراسة نشرتها أوكسفام أخيرا إحدى تفسيرات بشاعة هذه التعاليم إذ وجدت أن الأغنياء في العالم الذين يمثلون واحد بالمئة فقط من مجموع السكان سيملكون قريبا أكثر من نصف ثروة العالم في الولايات المتحدة التي هي أثرى مجتمعات العالم الكبرى والتي تتمتع بميزات لا تضاها هناك ملايين الأطفال يعيشون في عائلات تحاول العيش على دولارين فقط في اليوم وحتى هذا الأجر الزهيد يتعرض للهجوم ممن يعرفون بالمحافظين من الممكن أن نناقش إلى أي مدى يمكن المضي قدما في الإصلاحات في ظل الأنواع المختلفة الموجودة من الرأسمالية الحكومية لكن فكرة أن هذه الأنواع تستطيع تجاوز ما هو موجود الآن فهذا أمر لا يحتمل الشك على الإطلاق ولا شك أنه يجب بذل كل الجهود لإبقائها ضمن حدورها وهذا يجب أن يكون الهدف حتى بالنسبة إلى أولئك الذين يلتزمون ثورة الاجتماعية التي قد تقود إلى نتائج أكثر رعبا وسوءا ما لم تكن ناتجة عن كتلة ضخمة مخلصة من الشعب الذي يدرك أن مراكز القوة ستعوق أي خطوات أبعد في هذا الاتجاه فردت أزمة اللاجئين في أوروبا على عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بينما فيها النمسا والسويد والدنمارك وهولندا أن يعلق اتفاقية شينغن هل تعتقد أننا سنشهد حلال مشروع تكامل في الاتحاد الأوروبي بما فيه ربما العملة الموحدة؟ أظن أن علينا أن نميز بين العملة الموحدة التي لم تكن ملائمة للظروف وبين مشروع تكامل الاتحاد الأوروبي الذي أظن أنه حقق تقدما كبيرا يكفي أن نتذكر أنه لمئات السنين كان الأوروبيون يتبادلون الذبح بأشبع طرق التغلب على العداءات القومية وإزالة الحدود إنجاز جوهري قد يكون من العار جدا أن تنهار اتفاقية شينغن تحت تهديد معروف يجب أن لا يكون من الصعب إدارته بطريقة إنسانية وربما كان ذلك ليساهم بالفعل في صحة الثقافية والاقتصادية للمجتمع الأوروبي على مر التاريخ الإنساني أمن الدين خلاصا من الألم والمعاناة للناس الفقراء والمظلومين حول العالم الأمر الذي يرجح أن ماركس عناه عندما قال الدين هو أفيون الشعب لكن في الوقت نفسه ارتكبت بشاعات لا توصف باسم الرب والمؤسسات الدينية غالبا تستخدم كقائم على التقليد ما هي وجهة نظرك حول دور الدين في العلاقات الإنسانية؟ نعوم جومسكي الصورة العامة قبيحة تماما ومألوفة جدا فلا داعي لوصفها لكن ما يستحق التذكير أن هناك بعض الاستثناءات إحدى الأمثلة اللافتة ما حدث في أمريكا اللاتينية بعد عقد المجتمع الفاتيكاني الثاني عام 1962 بمبادرة البابا جون الثالث والعشرين إذ أدت الإجراءات التي اتخذت إلى خطوات مهمة باتجاه إعادة رسالة السلام الأصلية للإنجيل التي تم هجرها عندما اعتنق الإمبراطور قسطنطين المسيحية في القرن الرابع وأعلنها دينا رسميا للإمبراطورية الرومانية محولا للكنيسة من كنيسة للمطهدين إلى كنيسة لمن يمارسون الاضطهاد وفق وصف مؤرخ المسيحية هانز كونج لهذا التحول وفق على رسالة المجمع الفاتيكاني الثاني في أمريكا اللاتينية الأساقفة والكهنة وشخصيات العامة الذين كرسوا أنفسهم لمساعدة الفقراء والناس المضطهدين بشدة لتنظيمهم من أجل الحصول على حقوقهم والدفاع عنهم ما أصبح يدعى لاهوت التحرير بالطبع كانت هناك جذور سابقة ونسخ مشابهة في عدد من الطوائف البروتستانية بما فيها المسيحيون الإنجيليون شكلت هذه المجموعات جزءا جوهريا من التطور الملحوظ في الولايات المتحدة في الثمانينيات عندما لم يكتفي للمرة الأولى على حد علمي العديد جدا من الناس بالاعتراض على الجرائم السيئة التي كانت حكومتهم ترتكبها فقط وإنما ذهبوا للانضمام ومساعدة الضحايا للنجاة من الهجوم أطلقت الولايات المتحدة حربا فعلية ضد الكنيسة على نحو كان أكثر دراماتيكية وسط أمريكا في الثمانينيات كان العقد مميزا بحدثين خطيرين في السلفادور اغتيال رئيس لاساقفة أسكار روميرو صوت من لا صوت لهم واغتيال ستة من مفكري أمريكا لاتينية المهمين الكهنة اليسوعيين في 1989 اغتيل روميرو بعد بضعة أيام من إرساله رسالة بليغة إلى الرئيس كارتر يسأله ألا يرسل مساعدة إلى المجلس العسكري القاتل الذي قد يستخدمها لتدمير منظمات الشعب التي تقاتل للدفاع عن حقوقها الإنسانية الأساسية وفق كلمة روميرو وهكذا فعلت القوى الأمنية في دول المنطقة التي تسيطر عليها الولايات المتحدة تاركين عددا من شهداء الدين مع عشرات الآلاف من الضحايا العاديين القرويون الفقراء ناشطوا حقوق الإنسان وغيرهم ممن يهدفون إلى الدفاع عن حقوقهم الإنسانية الأساسية شعر الجيش الأمريكي بالفخر لأنه ساعد في إزالة الهرطقة الخطيرة التي تبنت الخيار المفضل بالنسبة إلى الفقراء رسالة الإنجيل وأعلنت مدرسة الأمريكيتين التي أعيد تسميتها بمعهد نصف الكرة الغربي للتعاون الأمني الشهير بتدريب قتالة أمريكا اللاتينية بفخر أن لاهوت التحرير هزم بمساعدة الجيش الأمريكي هل تؤمن بالعامل الروحي وراء الدين أو تجيد شيئا مفيدا له بالنسبة إلي شخصيا لا أظن أن الإيمان غير العقلني ظاهرة خطيرة وأحاول أن أتجنبه لكنني أفهم أنه جزء مهم من حياة الآخرين مع تأثيرات متنوعة ما رأيك في ظهور الإلحاد الجديد الذي يبدو أنه جاء استجابة لهجمات الحاد عشر من أيلول سبتبر الإرهابية من هو الجمهور الذي تستهدفه هذه الحركة؟ وهل لها أجندة سياسية مميزة؟ يجب أن تحتشد حولها القوى اليسارية والتقدمية غالبا لا يكون واضحا من هو الجمهور المستهدف والأجندات تتفاوت دون شك من الجيد تجهيز مبادرات ثقافية تهدف إلى تشجيع الناس أن يتساءلوا عن المعتقدات غير العقلانية التي لا أسس لها من الصحة الأمر الذي يمكن غالبا أن يكون خطيرا تماما وربما يكون لهذه الجهود تأثيرات إيجابية أحيانا لكن من الطبيعي أن تطرح الأسئلة خذ على سبيل المثال جورج ديبليو بوش الذي استحضر معتقداته المسيحية الأصولية لتبرير غزوه العراق أسوأ جريمة في القرن هل هو جزء من الجمهور المقصود؟ أم أن مجموعته من المسيحيين الإنجليين هم كذلك؟ أم كبار الحاخامات في إسرائيل ممن يدعون إلى تطبيق حكم العملاق على كل الفلسطينيين تدميرهم بالكامل وسحق حيواناتهم؟ أم الأصوليون الإسلاميون المتعصبون الذين كانوا حلفاء مهمين لواشنطن في شرق الأوسط لـ 75 عامة؟ إذا كانت مجموعات مثل هذه هي الجمهور المعد للإلحاد الجديد فلنقل إذن إن الجهد ليس واعدا جدا على الأقل هل هم شعب دون معتقدات دينية محددة ليقوموا على مناسك دينية منتظمة ويحتفل بأيام العطل؟ لذلك يمكن أن يصبحوا جزءا من مجتمع الدعم والتكافل المتبادل ومع الآخرين الذين يستمتعون بتقاليد والقيم الدائمة التي تساعد في التغلب على عزلة العالم المفتت الذي يفتقد الروابط الاجتماعية هل هي الأم الحزينة التي تواسي نفسها بالتفكير أنها سوف ترى طفلها الميت ثانية في الجنة؟ لا أحد قد يتلو عليها محاضرات جدية حول نظرية المعرفة قد يكون هناك فعليا جمهور لكن تركيبه وحدوده يثيران الأسئلة ولنكن جديين بعد ذلك الإلحاد الجديد يجب أن يستهدف الديانات العلمانية الخبيثة القائمة على عبادة الدول التي تتنكر في خطابها بالأداف النبيلة والمميزة والتي هي مصدر الجرائم الكبيرة والمتكررة التي ليس من الضرورية ذكرها من جديد لا داعي للمتابعة فأنا لدي تحفظات ومع ذلك أكرر أن الجهود التي تبذل للتغلب على الأخطاء والمعتقدات الخطيرة جدا تكون في الغالب ملائمة دوما بناء رؤى للسلام الدائم سي جي بولي كرونيو نعوم إن ضعف الديمقراطية الذي هو انعكاس للامبالات السياسية واضح في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والتفسير الموجود في كتابي Who rules the world أن هذه الظاهرة مرتبطة بحقيقة أن معظم الناس في المجتمعات الغربية مقتنعون أن عددا قليلا من ذوي النفوذ يتحكمون بسياسة من الواضح أن هذا صحي لكن ألم تكن هذه الحال دائما ما أقصده أن الناس عرفوا على الدوام أن صناعة السياسة كانت في أيدي النخبة لكن هذا لم يمنعهم في الماضي من أن يهدفوا إلى التأثير في النتائج السياسية بصندوق الاقتراع وغيره من الوسائل لذا ما هي العوامل المحددة التي قد تفسر لا مبالاء السياسية في عصرنا الحالي نعوم تشومسكي الاستسلام قد يكون تعبيرا أفضل من لا مبالة وحتى هذا مزعج جدا على ما أظن أظهرت استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة منذ بداية الثمانينيات أن معظم الناس يعتقدون أن الحكومة يديرها عدد قليل من ذوي المصالح الكبرى الذين يهتمون بأنفسهم لا أعرف استطلاعات رأي أقدم أو استطلاعات رأي في بلدان أخرى لكنني لن أفاجأ إذا كانت النتائج مشابهة السؤال المهم هو هل هناك ما يدفع الناس إلى فعل شيء ما حيال ذلك؟ يعتمد ذلك على عدة عوامل تتضمن أساسا الوسائل التي يدركون أنها يجب أن تكون متوافرة وتكون هنا مهمة الناشطين الجديين المساعدة في تطوير هذه الوسائل وتشجيع الناس على فهم أنها متوافرة لاحظ ديفيد هيوم قبل 250 سنة في واحد من أولى الأعمال العصرية للنظرية السياسية أن السلطة هي في أيدي المحكومين حصرا في حال اختاروا أن يمارسوها وجوهريا هذه الممارسة تكون بواسطة الرأي فقط وبذلك هم يمنعون من ممارسة السلطة بواسطة التعاليم والبيانات السياسية والدعاية هذا الأمر يمكن التغلب عليه وغالبا ما تم ذلك حدد العالم السياسي والتردين بورهام قبل 35 عاما الغيابة الكلية لحزب اشتراكي أو حزب عمالي جماهيري يعتبر منافسا منظما في السوق الانتخابي كسبب أساسي للمعدل العالي للمتناع عن التصويت في انتخابات الولايات المتحدة تقليديا لاعبت حركة العمل والأحزاب المعتمدة على العمل دورا رئيسيا في الطرائق المقترحة للنتائج السياسية المؤثرة ضمن النظام الانتخابي وعلى الشوارع وعلى العمال العاديين تراجعت تلك القدرة بوضوح تحت تأثير بطش الليبرالية الجديدة التي عززت الحرب العنيفة التي شنتها ضد النقابات طبقة رجال الأعمال خلال المدة التي تلت الحرب عام 1978 قبل تصعيد ريغان للهجوم ضد العمل أدرك رئيس نقابة عمال السيارات المتحدين دوغلاس فريزر متأخرا جدا ما كان يحدث وانتقد قادة مجتمع رجال الأعمال لأنه مختير لشن حرب طبقية أحادية الجانب في هذا البلد حرب ضد الناس العاملين المتعطلين عن العمل الفقراء الأقليات الأطفال وكبار السن وحتى عدد من أفراد الطبقة الأسطى في مجتمعنا ولأنهم خرقوا ونبذوا الميثاق الهشة غير المكتوب الذي وجد مسبقا خلال مرحلة النمو والتطور قادة الاتحاد وضعوا ثقتهم التي تتمثل مصلحتهم جزئيا في بيروقراطية العمل في ميثاق له مالكون ومديرون خلال مرحلة النمو والمكاسب العالية التي تلت الحرب لكنه وصل إلى نهايته في السبعينيات في ذلك الوقت سبب الهجوم القوي على العمل خسائر خطيرة جدا وحقق مكاسب كبيرة في النهاية تحديدا منذ إدارة ريين التي كانت مناهضة بقوة للعمل في هذه الأثناء هجر الديمقراطيون طبقة العمال تماما الأحزاب السياسية المستقلة هامشية جدا ورغم أن الفعالية السياسية واسعة الانتشار فهي غالبا ما لمست القضايا الطبقية جانبيا وقدمت القليل إلى طبقة العمال البيض التي تنجرف الآن إلى أيدي الطبقة المعادية في أوروبا تراجع توظيف الديمقراطية باستمرار بينما تحولت القرارات السياسية الكبرى إلى بيروقراطية بروكسل في الاتحاد الأوروبي الذي يعمل في ظل البنوك الشمالية لكن هناك عدد من ردود الفعل العامة بعضها كان له أثار من التدمير الذاتي التسابق إلى أيدي الطبقة المعادية والأخرى كانت منتجة وباعدة تماما كما نرى في الحملات السياسية الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا تشير في كتابك إلى أيدي خفية للسلطة ما الذي تعنيه بهذا تماما وما هي الأوضاع والظروف التي يمكن أن تطبق كي نفهم التطورات السياسية المحلية والعالمية كنت أستخدم العبارة للإشارة إلى التعاليم التوجيهية للسياسة التي تتضح أحيانا في التسجيل الوثائقي وأحيانا تكون قابلة للكشف بسهولة في الأحداث الجارية هناك أمثلة عدة في العلاقات الداخلية والعالمية أحيانا تتضح الصورة عبر كشف الأحداث تاريخية المهمة فمثلا تكشفت الطبيعة الحقيقية للحرب الباردة بشكل مثير عند منهار الاتحاد السوفيتي ولم يعد بالإمكان الاستمرار بالادعاء أن الروس قادمون وقد أمن ذلك اختبارا مهما للدوافع الحقيقية للسياسة المتبعة هذه الدوافع التي كانت قد أخفتها ذرائع الحرب الباردة التي ذهبت فجأة نتعلم من وثائق إدارة بوش الأول على سبيل المثال أننا يجب أن نحفظ على قوى تدخل موجهة نحو الشرق الأوسط حيث تكمن التهديدات الخطيرة لمصالحنا لا يمكن وضعها على باب الكريملين بخلاف الخداع الطويل بدلا من ذلك المشكلات الخطيرة التي تعود إلى القومية المتطرفة التعبير مستخدم بانتظام للقومية المستقلة التي هي تحت السيطرة كان ذلك فعلا الموضوع الرئيسي للحرب الباردة الذي أخفي بالحديث عن العدو الكبير مصير الناتو هو أيضا التفكك لقد تم تأسيسه والمحافظة عليه للدفاع المزعوم ضد الحشود الروسية وبحلول 1991 لم يعد هناك حشود روسية لم يعد هناك حلف وارسو وقد اقترح ميخايل غورباتشوف نظام أمن واسع دون تحالفات عسكرية ماذا حدث للناتو؟ تمددها إلى الشرق في انتهاك للالتزامات التي أعطيت لغورباتشوف من الرئيس بوش الأب ووزير الخارجية جيمس بيكر الأمر الذي بدأ أنه كان مقصودا لخداعه والحصول على موافقته لانضمام ألماني الاتحادية إلى الناتو كما يشير العمل الأرشيفي الحديث لننتقل إلى مجال آخر فسرت رأسمالية الأسواق الحرة الممجدة في المبدأ في دراسة أجراها صندوق النقد الدولي للمصارف الكبرى وأظهرت أن معظم أرباحهم تأتي من سياسة تأمين دافع الضرائب ضمني الأمثلة كثيرة وهي مفيدة جدا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية خططت الرأسمالية في الغرب وفي كل العالم للمحافظة على نفسها وتوسيع سيطرتها ليس بالوسائل السياسية والنفسية فقط وإنما باستخدام وسائل الدولة القمعية أيضا بما فيها الجيش هل يمكنك أن تتحدث قليلا عن هذا بالارتباط مع موضوع من يحكم العالم؟ التهديد باستخدام العنف تهديد القوة المسلحة أو القوة القاهرة موجود حتى في أكثر المجتمعات تحررا المثال اللافت في الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد الحرب هو كوين تيل برو وهو برنامج يديره مكتب التحقيقات الفدرالي لإخماد الانشقاقات والفعاليات على مدى واسع مثل حدثة الاغتيال السياسي فريد هامتون مؤسس الفهد الأسود أما وسيلة الاحتجاز الكبير لسكان تحديدا الأمريكيين الأفريقيين لأسباب تاريخية واضحة التي اعتبرت زائدة عن الحاجة لتحقيق الفائدة فلا تزال من الوسائل الأخرى يستخدم التهديد بالعنف دوما في الخارج أباشرة أو بالعملاء وقد انتقد الرأي العام الحروب الهندو صينية وهي الحالة الأكثر تطرفا بوصفها الجريمة الأسوأ في القرن العشرين في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية ورأى أنها خطأ فادح مثل غزو العراق الجريمة الأسوأ في القرن الجليد أحد الأمثلة المهمة جدا في مرحلة ما بعد الحرب هو طاعون القمع العنيف الذي انتشر في أمريكا اللاتينية بعد أن حول جون إيف كينيدي بنجاح مهمة جيش أمريكا اللاتينية من الدفاع عن نصف الكرة الأرضية إلى أمن داخلي تلطيفا لتعبير الحربي ضد الشعب كان هناك آثار مخيفة انتشرت في نصف الكرة الأرضية وصولا إلى أمريكا الوسطى مع حروب ريغان المهلكة التي اعتمدت في الغالب على القوى الإرهابية للدول التابعة لأمريكا مع أن الولايات المتحدة لا تزال القوة المسيطرة على العالم فإنها في تراجع دون شك ما هي أسباب التراجع الأمريكي ونتائجه؟ وصلت القوة الأمريكية إلى ذروتها بما لم يسبق له مثيل في التاريخ عند نهاية الحرب العالمية ثانية لكنها لم تتمكن ربما من الثبات عند ذلك المستوى فبدأ التراجع سريعا جدا مع ما عرف بخسارة الصين تحول الصين إلى دولة شيوعية في 1949 وقد استمرت العملية مع إعادة بناء المجتمعات الصناعية من الدمار الذي أصابها في زمن الحرب وتصفية الاستعمار أحد عكاسات التراجع هو تحول المواقف تجاه الأمم المتحدة التي كانت تحترم جدا عندما لم تكن أكثر من أداة في يد السلطة الأمريكية في السنوات التي تلت الحرب مباشرة لكنها صارت عرضة للهجوم بصورة متزايدة مثل المضادين لأمريكا عندما خرجت عن سيطرة الولايات المتحدة بعد أن حطمت الأخيرة الرقم القياسي في استخدام قرارات النقد بعد عام 1970 عندما ضمت بريطانيا إلى دعم النظام العنصري في روديسيا الجنوبية في ذلك الوقت كان الاقتصاد العالمي ثلاثيا أوروبا معتمدة على أرمانيا شرق آسيا معتمدة على اليابان وأمريكا الشمالية معتمدة على الولايات المتحدة في البعد العسكري بقيت الولايات المتحدة هي الأقوى هناك عدد من النتائج إحدها اللجوء إلى تحالفات الإرادة عندما يعارض الرأي العالمي بقوة لجوء الولايات المتحدة إلى العنف حتى بين الحلفاء كما في حالة غزو العراق نتيجة أخرى هي الانقلابات الناعمة كما يحدث الآن في البرازيل بدلا من دعم الدول التي تعتمد في أمنها القومي على النازية الجديدة كما كان يحدث منذ زمن ليس بعيدا إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال القوة المسيطرة الأولى في العالم ما هو البلد أو الاتحاد الذي تراه القوة المسيطرة الثانية؟ هناك حديث عن الصين كقوة ناشية ووفقا لكثير من المحللين فهي مستعدة لتجاوز الولايات المتحدة ليس هناك شك في الأهمية الناشئة للصين في المشهد العالمي وهي بالفعل تجاوزت الولايات المتحدة في بعض المعايير الاقتصادية رغم أن هذه المعايير لا تزال أقل بكثير بالنسبة إلى كل فرد والصين أضعف بكثير عسكريا فالمواجهات تحدث في المياه الساحلية قرب الصين وليس في الكاريبي أو عند ساحل كاليفورنيا الصين تواجه كذلك مشكلات داخلية خطيرة جدا مثل قمع الكارحين والمحتجين والتهديدات البيئية الخطيرة والتراجع الديمغرافي في القوة العاملة وغيرها والاقتصاد أثناء ازدهاره لا يزال يعتمد جدا على الاقتصادات الصناعية الأكثر تطورا الموجودة في محيطها وفي الغرب رغم أن هذا بدأ يتغير يبدو أن الصين هي البلد الأول في العالم في بعض مجالات التقنيات العالية مثل تصميم وتطوير الألواح الشمسية وبما أن الصين مقيدة من جهة البحر فهي تحاول التعويض بالتمدد غربا وإعادة بناء شيء مثل طرق الحرير القديمة في نظام أورو آسيوي يكون تحت سلطة الصين ويصل قريبا إلى أوروبا لقد جادلت لوقت طويل أن الأسلحة النووية تفرض أحد أخطار تهديدين يحيقان بالبشرية لماذا تمانع القوى الكبرى إزالة الأسلحة النووية بقوة؟ ألا يفرض الوجود الكبير لهذه الأسلحة تهديدا لوجود سادة العالم أنفسهم؟ من اللافت دائما أن نرى قلة الاهتمام الذي يبده أكبر المخططين في الحديث عن فرص تدمير هذه الأسلحة ما هو معروف جيدا في العلاقات الدولية وهو ليس بدعا أن هؤلاء الذين يبدأون الحروب غالبا ما ينتهي الأمر بدمارهم لكن المقياس مختلف جدا اليوم نرى ذلك من الأيام الأولى للعصر الذري كانت الولايات المتحدة في البداية محصنة فعليا بما أنه كان هناك تهديد خطير واحد في الأفق ICBMS الصواريخ الباليستية الدولية مع رؤوس محملة بالقنبلة الهيدروجينية أكد البحث الأرشفي الأخير ما تم استنتاجه سابقا لم يكن هناك خطة ولا حتى مجرد فكرة للوصول إلى اتفاقية معاهدة تحضر هذه الأسلحة رغم أنه كان هناك سبب جيد للاعتقاد أنها يمكن أن تكون مناسبة لا تزال المواقف نفسها صحيحة إلى اليوم إذ تفرض التعزيزات الكبيرة جدا للقوى القائمة على طريق الاحتلال التقليدي إلى روسيا تهديدا خطيرا بالحرب النووية يفسر المخططون بشفافية واضحة الأهمية الكبرى للحفاظ على هذه الأسلحة أحد أوضح هذه التفسيرات هو الذي نشر في وثائق حكم كلينتون التي نشرتها جزئيا القيادة الاستراتيجية الأمريكية ستارت كوم المسؤولة عن سياسة الأسلحة النووية واستخدامها تعرف الوثيقة المقصودة بأساسيات الردع لفترة ما بعد الحرب الباردة تعبير الردع مثل دفاع إشارة أوريلانية مألوفة تشير إلى الإكراه والهجوم توضح الوثيقة أن الأسلحة النووية دوما تلقي بظل على أي أزمة أو صراع ولذلك يجب أن تكون متوفرة وجاهزة إذا كان العدو يعرف أننا نملكها وقد نستخدمها فهو قد يتراجع هذه صفة معروفة في دبلوماسية الكيسينجرية في ذلك المنطق نذكر النقطة التي يشير إليها دان إليزبرغ بإصرار وهي أن الأسلحة النووية تستخدم على الدوام تماما كما نستخدم مسدسا نشهره عندما نسرق متجرا لكننا لا نطلق النار فعليا ينصح أحد أقسام التقرير وهو بعنوان الحفاظ على الغموض بأنه ينبغي أن لا يكون المخططون عقلانيين جدا في تحديد ما هي الأمور التي يعتبرها الخصم قيمة والتي يجب استهدافها أي أن الولايات المتحدة يمكن أن تصبح لاعقلانية وانتقامية في حال التعرض لمصالحها الحيوية التي هي جزء من الشخصية القومية التي تظهرها للجميع يقول التقرير أضف إلى ذلك أنه من المفيد لموقفنا الاستراتيجي أن تبدو بعض العناصر أنها فعلا خارج السيطرة باستثناء هذه المرة نجد أن نظرية الرجل المجنون لنيكسون مذكورة بوضوح في وثيقة التخطيط الداخلي ليس مجرد تذكير بالمستشار هالدمان في قضية نيكسون ومثل الوثائق الأخرى المتعلقة بمرحلة ما بعد الحرب الباردة فإن هذه الوثيقة تم تجاهلها في الواقع أشرت إليها عدة مرات ولم أتمكن من انتزاع أي ملاحظة واضحة التجاهل مثير تماما المنطق البسيط كاف لإظهار أن سجل الوثائقي بعد اختفاء التهديد الروسي المزعوم قد يكون مفيدا جدا لتسليط الضوء على ما كان يحدث فعلا من قبل اتخذت إدارة أوباما بعض الانفتاحات على كوبا هل تتوقع نهاية المقاطعة قريبا؟ اعترض العالم بأكمله على المقاطعة منذ وقت طويل كما تظهر عمليات تصويت السنوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة حتى الآن الولايات المتحدة مدعومة من إسرائيل فقط قبل كان يمكن أن تعتمد أحيانا على جزيرة في المحيط الهادئ أو تبعية أخرى بالطبع أمريكا اللاتينية معارضة بالكامل والأهم أن القطاعات الرئيسية في العاصمة الأمريكية كانت منذ وقت طبيل تدعم تسويات العلاقات التي كانت في الرأي العام تجارة المحاصيل، المواد الصيدلانية، الطاقة، السياحة وغيرها من الطبيعي تجاهل الرأي العام لكن أن يأتي الرفض من كتل مركزية قوية في عالم الأعمال يخبرنا أن هناك أسباب رسمية مهمة فعلا مشتركة في الأمر لدينا مؤشر جيد على الوعي الداخلي حول ما هي هذه المصالح منذ سنوات كينيدي حتى اليوم كان هناك غضب على المواجهة الناجحة لكوبا لسياسة الأمريكية التي تعود إلى مبدأ مونرو الذي أشار إلى نية السيطرة على دول نصف الكرة الأرضية لم يكن الهدف قابلا لتحقيق بسبب الضعف النسبي إذ إن الرادع البريطاني منع الولايات المتحدة من تحقيق هدفها الأول في السياسة الخارجية الذي كان احتلال كوبا في عشرينيات القرن الثامن عشر تعبير السياسة الخارجية يستخدم هنا في المعنى التقليدي الذي يلتزم ما يدعوه مؤرخ الإمبريالية بيرناد بورتو مغالطة الماء الملح فالغزو يصبح إمبرياليا فقط عندما يقتطع ماء البحر من البلد المحتل لذا إن تدمير الشعوب الهندية واحتلال نصف المكسيك لم يكن إمبرياليا لم تحقق الولايات المتحدة هدفها من التدخل في 1898 لمنع التحرر الكوبي من إسبانيا وتحويلها إلى مستعمرة واقعية لن تسامح واشنطن نفسها أبدا على الغزو الكوبي غير المحتمل لتحقيقهم لاستقلال عام 1959 جزئيا بما أن الولايات المتحدة رفضت أن تعيد منطقة خليج إغوانتانمو المهمة التي أخذت بمعاهدة عند بداية 1903 ولم ترجع رغم طلبات حكومة كوبا بذلك لا بأس من التنبيه إلا أن أسوأ انتهاكات لحقوق الإنسان في كوبا حدثت في أرضها المغتصبة والدعاء أمريكا بحقها فيها أضعف بكثير من الادعاء الروسي بحقهم في القرم التي أخذت بالقوة أيضا لكن بالعودة إلى السؤال من الصعب التنبؤ فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستوافق على إنهاء المقاطعة من دون موافقة كوبية على التعاهد بتلبية المطلب الأمريكي بإعادتها بعد نحو 200 عام كيف تقيم وتقدر الأهمية التاريخية وأثار الثورة الكوبية في العلاقات الدولية وفي الاتجاه نحو تحقيق الاشتراكية؟ الآثر في العلاقات الدولية كان استثنائيا لسبب واحد لعبت كوبا دورا مهما جدا في تحرير غربي وجنوب أفريقيا ردت قواتها الغزو الذي نفذته جنوب أفريقيا المدعومة أمريكيا على أنجولا وأجبرت جنوب أفريقيا على التخلي عن محاولتها تأسيس نظام دعم إقليمي وإن تسلم سلطتها غير الشرعية على ناميبيا الحقيقة أن القوات الكوبية السوداء التي هزمت الجنوب أفريقيين كان لها آثر نفسي هائل في كل من أفريقيا البيضاء والسوداء مارسوا سياسة التعاون الدولية الحقيقية بطريقة رائعة متحملين الخطر الكبير من القوة العظمى الحاكمة التي كانت داعمة الأخير لجنوب أفريقيا المعروفة بالتمييز العنصري وكانت ناكرة تماما لذلك لا عجب أنه عندما تحرر نيلسون منديلا من السجن كان أحد أول الأفعال التي أعلن عنها طوال السنوات السجن كانت كوبا ملهما وفي ديل كاسترو برج قوة الانتصارات الكوبية دمرت أسطورة مناعة الظالم الأبيض وألهمت الجماهير المقاتلة في جنوب أفريقيا نقطة تحول لتحرر قارتنا ولشعب من عذاب التمييز العنصري هل هناك بلد آخر يمكنه أن يسجل إيثارا أعظم مما قدمته كوبا في علاقاتها مع أفريقيا؟ المساعدات الطبية الكوبية في المناطق الفقيرة والمنكوبة هي أيضا فريدة كليا محليا كانت هناك إنجازات مهمة جدا من بينها الاستمرار في البقاء في وجه الجهود الأمريكية الساعية إلى جلب إرهابي الأرض إلى كوبا عبارة آرثر شليسنجر التاريخية في سيرة روبرت كينيدي الذي خصص نفسه لهذه المهمة كأهم أولوياته وفي وجه المقاطعة الوحشية حملات محو الأمية كانت نجحة جدا والنظام الصحي مشهور حقا هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وقيود على الحريات الشخصية والسياسية كم من هذا يمكن أن ينسب إلى الهجوم الخارجي؟ وكم منه إلى الخيارات السياسية المستقلة؟ هذا أمر ممكن أن يناقش لكن إدانة الأمريكيين للانتهاكات دون اعتراف كامل بمسؤوليتهم الكبيرة عنها هو ما يعطي للنفاق معنا جديدا هل لا تزال الولايات المتحدة الداعمة الرئيسية للإرهاب في العالم؟ بمراجعة عدد من الكتب الحديثة التي تتحدث عن حملة أوباما للاغتيالات السياسية العالمية بواسطة الطائرات دون طيار في مجلة The American Journal of International Law تستنتج أن هناك حجة مقنعة تقول إن الحملة غير شرعية الهجمات بطائرات الأمريكية دون طيار بالعموم تنتهك القانون الدولي وتزيد سوء مشكلة الإرهاب وتنتهك المبادئ الأخلاقية الأساسية وهذا تقييم حكيم على ما أظن تفاصيل آلة القتل الرئاسية الباردة والمتعمدة تثير الغيظ كما هي محاولة التبرير القانوني وكما هو كذلك موقف وزارة عدل أوباما من مبدأ افتراض البراءة حجر الأساس في القانون الحديث الذي يعود تاريخه إلى الوثيقة العظمى قبل 800 عام كما تم شرح الموقف في The New York Times تبنى السيد أوباما طريقة جدلية لحساب الخسائر المدنية التي لم تكن قليلة لمنعه من تلك الأعمال حيث ترى طريقته أن كل الذكور الذين هم في سن الخدمة العسكرية في منطقة الضربة مقاتلون وفقا لعدة مسؤولين في الإدارة ما لم يكن هناك تأكيد استخباراتي واضح يؤكد أنهم أبرياء وبالطبع يكون هذا بعد الاغتيال يعاني الناس في مساحة واسعة من اليمن وباكستان القبلية وغيرها الخوف من القتل المفاجئ الذي قد يسقط من السماء في أي لحظة يذكر عالم الإنثروبولوجيا المميز أكبر أحمد وهو صاحب خبرة شخصية واحترافية طويلة بالمجتمعات القبلية التي تهاجم في أنحاء العالم كيف تكرس هذه الهجمات القاتلة الرغبة في الانتقام وهذا ليس مفاجئا جدا كيف نرد؟ أظن أن هذه الحملات وحدها تضمن كأس الانتصار للولايات المتحدة تاريخيا كان نهب الفقراء والموارد الطبيعية من الأمم الضعيفة الهواية المفضلة لكل من الدول الغنية والإمبريالية في ظل الرأسمالية وقد كان النهب في الماضي يجري في معظمه بوسائل الاستغلال المادي الكامل والاحتلال العسكري كيف تغيرت وسائل الاستغلال في ظل الرأسمالية المالية؟ اشتكى وزير الخارجية جون فوستر دالاس ذات مرة إلى الرئيس إيزنهاور أن الشيوعيين لديهم ميزة غير عادلة فهم يمكنهم أن يحتكموا مباشرة إلى الجماهير ويسيطرون على الحركات الجماهيرية شيء ليس لدينا قدرة على القيام بمثله الشعب الفقير هم من يحتكمون إليهم وهم دائما أرادوا سرقة الأغنياء ليس من السهل تطبيق مبدأ أن الغني لديه الحق في سرقة الفقير صحيح أن الوسائل تغيرت ومعاهدات تجارة الحرة الدولية FATS مثال جيد على ذلك بما فيها المعاهدات التي هي الآن موضع تفاوض هذه المعاهدات تكون في الغالب سرا عن الشعوب لكن ليس عن محام الشركات ومجموعات الضغط التي هي من يكتب التفاصيل فيها FATS ترفض تجارة الحرة فهي تؤيد جدا مبدأ الحماية مع العلامة المسجلة لضمان أرباح باهظة لصناعات دوائية والتكتلات الإعلامية وغيرها إضافة إلى حماية المحترفين الأثرياء بخلاف الناس العاملين الذين يوضعون في منافسة مع كل العالم مع نتائج الواضحة لذلك لا تتعلق FATS إلى درجة كبيرة حتى بالتجارة وإنما بحقوق المستثمر مثل حقوق الشركات بالطبع ليس مجرد إنسان من لحم ودم والقدرة على مقاضات الحكومة على الأفعال التي قد تقلل الأرباح المتوقعة للمستثمرين الأجانب مثل قوانين البيئات أو الصحة والسلامة معظم ما يعرف بالتجارة لا يستحق هذا التعبير فمثلا إنتاج الأجزاء في إنديانا التجميع في المكسيك البيع في كاليفورنيا يجري كله أساسا ضمن اقتصاد مسيطر شركة ضخمة حركة رأس المال حرة وحركة العمل ليست أكثر من انتهاك لما يعرفه آدم سميث أنه مبدأ أساسي في اكتجارة الحرة التوزيع الحر للعمل وفوق هذا FATS ليست حتى معاهدات لكي نرى الناس أعضاء في مجتمعات ديمقراطية على الأقل هل يمكن القول إننا نعيش الآن في الفترة بعد الإمبريالية؟ يبدو لهذا مجرد سؤال اصطلاحي الهيمنة والإكراه تأخذ عدة صور مختلفة بينما يتغير العالم رأينا في سنوات الأخيرة عدداً ممن يعرفون بالقادة التقدميين يحاولون الوصول إلى السلطة عبر صندوق الاقتراع ثم يتخلون عن عهودهم التي قطعوها للناس بمجرد وصولهم إلى مناصبهم ما هي الوسائل والآليات التي يجب انتاجها في الأنظمة الديمقراطية الحقيقية لضمان أن المسؤولين المنتخبين لن يخونوا ثقة ناخبهم على سبيل المثال اعتمد الأثينيون شيئاً عرفاً بحق الاستدعاء الذي أصبح في القرن التاسع عشر حاسماً رغم أنه عنصر لم يكد يكون معروفاً في المشروع السياسي من أجل النظام السياسي والاجتماعي المستقبلي للحركات الاجتماعية هل أنت مع إنعاش هذه الآلية كمكون حاسم للديمقراطية الحقيقية المستمرة أظن أنه يمكن تقديم مبررات قوية فيما يتعلق بحق الاستدعاء على نحو ما بدعمه بالقدرة على الاستجواب الحر والمستقل لمراقبة ما يفعله الممثلون المنتخبون الإنجاز الكبير لتشيلسي مانينج جوليان أسانج إدوار سنودن ومعاصرين آخرين ممن يمكن وصفهم بمطلقي الصفار هو في الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين وتطويرها يفيدنا رد فعل السلطات في فهم الأمور فكما هو معروف حطمت إدارة أوباما كل الأرقام القياسية في معاقبة مطلق الصفار ومن المهم أيضا الانتباه كيف أخاف ذلك أوروبا رأينا ذلك جديا عندما أقلع الطائرة الرئيس البوليفي إيفو موراليس عائدة به من زيارة موسكو وكانت الدول الأوروبية في حالة خوف من واشنطن لذا ما كانوا ليسمحوا للطائرة بالعبور في مجالهم الجوي في حال أنها ربما تحمل إدوارس نولون وعندما حطت طائرة في النمسا فاتشتها الشرطة في انتهاك واضح للبروتوكول الديبلوماسي هل يمكن لأي عمل إرهابي ضد الزعماء الذين خانوا بوضوح تام ثقة الناخبين أن يكون مبررا أبدا أبدا كلمة قوية من الصعب استحضار ظروف واقعية للحكم على الأمر ولا بد أن تحمل عبء تبرير أي لجوء إلى العنف إذ سيكون شاقا جدا وتحديدا في هذه الحالة التي يبدو من الصعب جدا تبريرها مع كون الطبيعة الإنسانية هي ما هي عليه والأفراد لديهم مهارات وقدرات وطاقات وتطلعات مختلفة هل المجتمع العادل حقا ممكن و أو مرغوب تشمل الطبيعة البشرية القديسين والآثمين وكل من لديه جميع هذه الصفات لا أرى صراعا على الإطلاق بين الرؤية العادلة والتنوع البشري ربما يمكن مناقشة أن هؤلاء الذين يملكون مهارات ومواهب أكبر تمت مكافأتهم سلفا بالمقدرة على ممارسة هذه المهارات والمواهب لذا قم أقل حاجة إلى المكافأة الخارجية مع أنني لا أوافق على هذا أما عن احتمال أن يكون هذا أكثر إنصافا ويحرر المؤسسات والممارسات الاجتماعية فنحن لا نستطيع التأكد من ذلك مسبقا ويمكننا أن نستمر في محاولة الضغط الحدود قدر المستطاع فقط ودون سبب واضح يمكنني أن أتوقع الفشل في رأيك ما الذي يشكل مجتمعا لائقا وما هي صورة النظام العالمي المطلوب للتخلص كليا من الأسئلات التي تدور حول من يحكم العالم يمكننا أن نضع رؤى لسلام دائم تحمل تعزيزات للمشروع الكنطي ولمجتمع فيه أفراد أحرار ومبدعون لا يخضعون للتدرج والهيمنة والأحكام والقرارات التعسفية في رأيي الخاص الأصدقاء والرفاق المحترمون يختلفون في الكفاح لا نعرف ما يكفي لتوضيح التفاصيل بثقة أكبر ويمكن أن نتوقع أن تكون هناك حاجة إلى تجارب مهمة على طول الطريق هناك مهمات ملحة جدا ليس أقلها في التعامل مع الأسئلات الحرفية عن بقاء المجتمعات البشرية المنظمة أسئلة لم تظهر أبدا في التاريخ البشرية من قبل ولا مفر منها الآن وهناك مهمات عدة أخرى تتطلب عملا فوريا ومخلصا من الجيد أن نتذكر أن نضع التطلعات الطويلة المدى في ذهننا كتوجيهات للخيارات الفورية مدركين أيضا أن التوجيهات ليست ثابتة وهذا يترك لنا الكثير لفعله كل شيء يعمل جيدا لمصلحة الأغنياء والأقوياء تدعي نظرية الليبرالية الجديدة أن الحكومة هي المشكلة المجتمع غير موجود والأفراد هم المسؤولون عن مصيرهم مع ذلك يعتمد الأقوياء وأصحاب الأعمال الكبيرة كما كانوا دوما على تدخل الدولة للحفاظ على سيطرتهم على الاقتصاد والتمتع بقطعة أكبر من الكعكة الاقتصادية هل الليبرالية الجديدة خرافة؟ مجرد تركيب نظري نعوم تشومسكي تعبير لبرالي جديد مضلل نوعا ما الوثائق ليست لا جديدة ولا لبرالية كما قلت أصحاب الأعمال الكبيرة والأغنياء يعتمدون كثيرا على ما يسميه الاقتصادي دين بيكر الدولة المستبدة المحافظة التي يغذونها وهذا حقيقي على نحو مثير بالنسبة إلى المؤسسات المالية نسبت دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي أرباح المصارف الكبرى كليا وتقريبا إلى سياسة التأمين الحكومية الضمنية كبيرة جدا على الفشل والمقصود ليس الضمان الإنقاذي المعروف فقط إنما الاتمان الرخيص أيضا بتقديرات مناسبة بسبب الضمان الحكومي وأكثر من ذلك بكثير ينطبق الأمر نفسه على الاقتصاد المنتج حيث تعتمد القوة الموجهة لثورة التقنية المعلومات IT اليوم كثيرا على البحث والتطوير الذي أساسه الدولة وعلى تأمين ووسائل أخرى ويعود ذلك النمط إلى التصنيع الإنجليزي القديم على أي حال لا الليبرالية الجديدة ولا نسخها الأخدم مثل الليبرالية كانت خرافات بالتأكيد ليس بالنسبة إلى ضحاياهم المؤرخ الاقتصادي بول بايروخ هو واحد من كثيرين قالوا إن الليبرالية الاقتصادية الإلزامية للعالم الثالث في القرن التاسع عشر هي سبب رئيسي لتفسير التأخر في صناعته والتعبير الأدق تراجع صناعته وهذه الحكاية تستمر حتى اليوم بمظاهر مختلفة باختصار يمكن القول إن المبادئ هي خرافة إلى حد كبير بالنسبة إلى الأغنياء والأقوياء الذين يصنعون طرقا عدة لحماية أنفسهم من قوى السوق لكن ليس بالنسبة إلى الفقراء والضعفاء الذين يخضعون لخرابها ما الذي يفسر سيادة مبدأ تمركز السوق واللصوصية المالية في المرحلة التي اختبرت أكثر أزمة مدمرة للرأس مالية منذ فترة الكساد الكبير؟ التفسير الأساسي هو التفسير العادي كل شيء يعمل جيدا جدا لمصلحة الأغنياء والأقوياء فمثلا يوجد في الولايات المتحدة عشرات الملايين من المتعطلين عن العمل عدد غير معروف من الملايين أخرج من القوة العاملة بياس وقد أصبحت الإرادات إضافة إلى ظروف الحياة في حالة ركود كبير أو أنها تراجعت لكن المصارف الكبرى التي هي مسؤولة عن الأزمة الأخيرة هي الآن أكبر وأكثر ثراء حتى فأرباح الشركات تحطم الأرقام القياسية والثراء الذي يفوق أحلام الجشعين يتراكم بين عدد محدود من الناس وقد أضعف العمل بقوة بضرب النقابة وزيادة عدم الأمان بالنسبة إلى العامل وفق تعبير آلان جرينسبان الذي استخدمه لتفسير النجاح الكبير للاقتصاد الذي أداره عندما كان لا يزال يوصف بالقديس آلان والذي ربما هو أكبر اقتصاديا معروف بعد آدم سميث قبل انهيار الكيان الذي أداره إلى جانب أساساته الفكرية إذن لماذا الاعتراض؟ يرتبط نمو رأس المال المالي بالتراجع في معدلات الربح في الصناعة وبالفرص الجديدة لتوزيع الإنتاج على نحو أكثر اتساعا لتحديد أن تم استغلال العمل بسهولة أكبر والقيود على رأس المال هي الأضعف بما أن الأرباح توزع لتوضع مع أقل معدلات ضريبية العولمة تم تحريض العملية بالتطورات التقنية التي تسهل نمو قطاع مالي خارج عن السيطرة وهذا يلتهم اقتصاد السوق الحديث أي الاقتصاد المنتج من الداخل تماما كما تفعل يرقة الدبور بالعنكبوت حين تلتهم مضيفها الذي وضعت فيه في استعارة للعبارة المعروفة لمارتين وولف المراسل المالي في Financial Times الذي هو على الأرجح الأكثر احتراما في العالم المتحدث بالإنجليزية يضع ذلك مبدأ السوق المركزي جانبا كما نلاحظ الأمر الذي يفرض عواقب قاسية على كثيرين لكن قلة هم من ينجحون في حماية أنفسهم منه ما هو دليلك على هيمنة النخبة العالمية ونهاية الدولة القومية خاصة منذ ادعى أنصارها أن هذا النظام العالمي الجديد بات موجودا هناك شيء بهذا الخصوص لكن يجب التجنب المبالغة فيه تستمر الشركات المتعددة الجنسيات بالاعتماد على الدولة الأم من أجل الحماية والاقتصاد والجيش وأساسا من أجل الإبداع أيضا تبقى المؤسسة العالمية إلى حد كبير تحت سيطرة الدول الأكثر قوة وبالعموم يبقى النظام العالمي المركزي الدولة مستقرا إلى حد معقول تقترب أوروبا جدا من نهاية العقد الاجتماعي هل هذا تطور مفاجئ بالنسبة إلي؟ قال ماريو دراجي في لقاء مع The New York Street Journal إن العقد الاجتماعي التقليدي في القارة الذي هو ربما مساهمتها الكبرى في الحضارة المعاصرة ملغى ويجب تفكيكه هو واحد من البرقراطيين العالميين الذين يفعلون أقصى ما يمكنهم لحماية بقايا كره رجال الأعمال العقد الاجتماعي على الدوام هل تذكر السعادة التي عمت في صحافة الأعمال عند سقوط الشيوعية التي قدمت قوة عمل جديدة مثقفة ومدربة وسليمة وحتى شقراء بعيون زرقاء يمكن أن تستخدم لضرب نمط الحياة المرفة للعمال الغربيين هذا ليس نتيجة القوى العنيدة الاقتصادية أو غيرها وإنما سياسة مصممة اعتمادا على مصالح مصمميها الذين هم على الأرجح مصرفيون ومديرون تنفيذيون أكثر منهم حجابا ينظفون مكاتبهم إحدى المشكلات الكبرى التي تواجه أجزاء عدة من العالم الرأسمالي المتقدم اليوم هي عبء الدين العام والخاص في الدول الواقعة خارج منطقة اليورو بشكل خاص يكون للدين آثار اجتماعية كارثية بما أن ناسا يدفعون على الدوام كما ناقشت في الماضي كي يستفيد ناشط اليوم هل تشرح لنا بأي معنى يكون للدين تركيب اجتماعي وأيديولوجي هناك عدة أسباب لذلك أحدها عبرت عنه جيدا كارين لساكرز التي شغلت منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والتي وصفت هذه المؤسسة لأنها منفذ الضمان الاجتماعي في الاقتصاد الرأسمالي إذا استدنت منك مبلغا من المال ولم أتمكن من إرجاعه إليك هذه مشكلته لا تستطيع أن تطلب من جيراني أن يدفع الدين بدلا مني لكن بما أن الأغنياء والأقوياء يحمون أنفسهم من انضباط السوق فالأمور تجري على نحو مختلف عندما يدين مصرف كبير مالا إلى مستدينين خطيرين وذلك عند وجود مصلحة وربح عاليين وإذا جاء وقت لم يتمكن فيه من الدفع يتدخل منفذ الضمان الاجتماعي للإنقاذ ويضمن أن يتم دفع الدين مع تحويل المسؤولية إلى شعب عبر البرنامج التعديل الهيكلي والتقشف وما إلى ذلك عندما لا يرغب الأغنياء في دفع مثل هذه الديون يمكنهم أن يعلنوا أنها مشينة وفي النتيجة باطلة تفرض على الفقراء بوسائل غير عادلة وبهذا المعنى يكون قدر كبير من الديون مشينا لكن القليل منهم يمكنهم أن يتوسلوا إلى مؤسسات قوية لتنقذهم من قسوة الرأسمالية هناك الكثير جدا من الوسائل الأخرى غرما جي بي مورغان تشيس بـ 13 مليار دولار نصفها مخصوم من الضرائب لما يجب اعتباره السلوكا إجراميا في مخططات الرهن العقاري الاحتيالية التي يعاني الضحايا العاديون من أعباء ديونها بيأس أشار المفتش العام لبرنامج الإنقاذ الحكومي الأمريكي نيل باروفيسكي إلى أن البرنامج كان رسميا صفقة تشريعية يجب كفالة المصارف التي هي مذنبة كما يجب منح ضحاياها الذين هم الناس الذين فقدوا منازلهم بعض الحماية والدعم المحدودين حاز نيل باروفيسكي احتراما كبيرا لتفسيره الجزء الأول من الصفقة فقط وأصبحت الخطة هبة للمديرين التنفيذيين في وولد ستريت الأمر الذي لا يفاجئ من يفهم الرأسمالية الموجودة فعلا واللائحة تطول خلال الأزمة تم تصوير اليونانيين حول العالم على أنهم كسالة وفاسدون متهربون من الضرائب وأنهم يحبون التظاهر فقط وقد أصبحت هذه الصورة سائدة ما هي الآليات المستخدمة لإقناع الرأي العام وهل يمكن معالجة الأمر الصورة يقدمها الذين يملكون الثروة والقوة لتطير الحديث السائد ويمكن مواجهة التشويه والخداع فقط بإضعاف قوتهم وإيجاد صحف تتحدث باسم القوة الشعبية كما الحال في كل حالات الظلم والهيمنة ما رأيك فيما يحدث في اليونان؟ خاصة بالنظر إلى الطلبات المستمرة من الترويكا ورغبة ألمانيا القوية في زيادة سبب التقشف يبدو أن الهدف النهائي لما تطلبه ألمانيا من أثنى في ظل إدارة أزمة الدين هو التمسك بأي شيء له قيمة في اليونان ويبدو أن بعض الأشخاص في ألمانيا بصدد فرض شروط واضحة للعبودية الاقتصادية على اليونانيين يرجح أن الحكومة المقبلة في اليونان ستكون حكومة من تحالف اليسار الراديكالي كيف يجب أن تكون نظرتها إلى الاتحاد الأوروبي ودائني اليونان؟ أيضاً هل يجب على الحكومة اليسارية أن تطمئن إلى القطاعات الأكثر إنتاجية في الطبقة الرئيسمالية؟ أم عليها أن تتبنى المكونات الجوهرية للأوديولوجيا العمالية الشعبية التقليلية؟ هناك قضايا عملية صعبة قد يكون من السهل علي أن أخطط ما أريد أن يحدث لكن بوجود الواقع فإن أي مسار يتبع سيكون له مخاطره وتكاليفه حتى لو كنت في وضع يسمح لي بتقييمهم بصورة صحيحة وأنا لست كذلك فإنه من غير المنطقي مناقشة سياسة دون تحليل جدي ودليل لم تكن شهية الرئيسمالية للدمار أبداً موضع شك لكنك في كتاباتك الأخيرة أشرت باهتمام أكبر إلى الدمار البيئي هل تعتقد حقاً أن الحضارة الإنسانية مهددة بالضياع؟ أظن أن الوجود الإنساني المحترم مهدد بالضياع وكما العادة أول الضحايا هم الأضعف والأكثر عرضة للهجوم كان الكثير من ذلك واضحاً في القمة العالمية لتغير المناخ التي عقدت أخيراً في وارسو والتي خرجت بنتائج ضعيفة وهناك كل الأسباب للتوقع باستمرار الوضع على ما هو عليه سوف ينظر المؤرخون المستقبليون إن كان هناك واحد منهم إلى المشهد الحالي بدهشة كان الأمر في البداية محاولة تفادي الكارثة المحتملة لما يعرف بالأقوام البداية الشعوب الأولى في كندا الشعب الأصلي في أمريكا الجنوبية وهكذا عبر العالم نرى اليوم الصراع من أجل إنقاذ وحماية البيئة يحدث في اليونان حيث يمارس السكان سكوريز في تشالكي ديكي مقاومة بطولية ضد كل من الأهدف اللصوصية لشركة إلدورادو، جولد وقوات الشرطة التي تحركها الدولة اليونانية لدعم الشركة المتعددة الجنسيات هؤلاء الذين يقودون سباق السقوط من المنحدر بحماسة هم المجتمعات الأغنى والأكثر قوة الذين يتمتعون بميزات لا تضاهى مثل الولايات المتحدة وكندا تماما بخلاف ما قد يقوله العقل بغض النظر عن المنطق الجنونية للديمقراطية الرأسمالية الموجودة فعلا لا تزال الولايات المتحدة إمبراطورية عالمية وفق وصفه تعمل تحت مبدأ المافيا أي أن العراب لا يتحمل مواجهة ناجحة هل الإمبريالية الأمريكية في تراجع إذا كان الجواب بلا فهل لا تزال تشكل تهديدا أكبر للسلام والأمن العالمي وصلت الهيمنة الأمريكية على العالم إلى ذروتها غير المسبوقة تاريخيا عام 1945 وبدأت التراجع بثبات منذ ذلك الوقت مع أنها لا تزال عظيمة جدا ورغم أن القوة تصبح أكثر تنوعا ليس هناك إشارة إلى وجود منافس في الأفق مبدأ المافيا التقليدي يستحضر بثبات لكن القدرة على تنفيذه محددة أكثر والتهديد للسلام والأمن حقيقي جدا فلنأخذ مثالا واضحا فقط حملة الرئيس أوباما للاغتيال باستخدام الطائرات دون طيار هي إلى حد بعيد العملية الإرهابية الأوسع والأكثر تدميرا التي تجري الآن تنتهك الولايات المتحدة وتابعتها إسرائيل القانون الدولي وهما تتمتعان بحصانة كاملة فمثلا التهديدات بمهاجمة إيران كل الخيارات مفتوحة هي انتهاكات للمبدأ الأساسي لميثاق الأمم المتحدة وبمراجعة الموقف النووي الأمريكي الأحدى 2010 نجده أكثر عدوانية في نبرته من سابقاته وهذا تحذير لا يمكن تجاهله لأن تركيز القوة بدلا من تعميمها له مخاطر في هذا المجال أيضا بالنسبة إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قلت دوما إن الجدل حول الدولة الواحدة في دولتين ليس له علاقة بموضوع الصراع فكرة الدولة الواحدة الدولتين لا علاقة لها بالموضوع لأن الدولة الواحدة ليست خيارة وهذه الفكرة أسوأ من كونها لا تموت إلى موضوع الصراع بصلة إنها تصرف الانتباه عن الحقيقة الخيارات الفعلية هي واحد دولتان أو اثنان استمرار لما تفعله إسرائيل الآن بدعم أمريكا تبقي غزة تحت الحصار الساحق مفصولة عن الضفة الغربية وتسيطر بانتظام على كل ما تجده قيما في الضفة أثناء ضمها مباشرة إلى إسرائيل وذلك بالسيطرة على المناطق التي ليس فيها الكثير من الفلسطينيين وترد أولئك الموجودين هناك المخططات واضحة تماما من التطورات وبرامج التهجير بناظر إلى الخيار اثنين ليس هناك مبرر لم يجب أن توافق إسرائيل أو الولايات المتحدة على اقتراح الدولة الواحدة الذي ليس له أيضا أي داعم دولي في أي مكان ما لم تفهم حقيقة تطورات الوضع فإن الحديث عن دولة واحدة وما فيها من حقوق مدنية كفاح ضد التمييز العنصري المشكلة الديمغرافية وغيرها مجرد تضليل يوجه الدعم ضمنيا إلى الخيار اثنان ذلك المنطق الأساسي للوضع سواء أردنا أم لم نرد قلت إن المثقفين النخبة هم الذين يهاجمونك أساسا هل هذا لأنك تصهر السياسات مع المبادئ الأخلاقية؟ المثقفون النخبة بالتعريف يملكون قدرا كبيرا من الحصانة والحصانة تؤمن الخيارات وتمنح المسؤولية هؤلاء الأكثر امتيازا هم في وضع أفضل للحصول على المعلومات وللعمل بطرائق سوف تؤثر في القرارات السياسية لذلك تقييم دورهم في الحال صحيح أنني أظن أن الناس يجب أن يلتزموا مسؤولياتهم الأخلاقية البسيطة وهذا موقف لا يجب أن يتطلب مني الدفاع عنه وأكارر أن مسؤوليات الشخص في مجتمع مفتوح وأكثر تحررا تكون أكبر من مسؤوليات أولئك الذين قد يدفع ثمنا ما مقابل الإخلاص والأمانة لو أن المفوضين في روسيا السوفياتية وافقوا على الخضوع لقوة الدولة لا تمكنوا على الأقل من التذرع بقليل من الخوف أما نظراؤهم في المجتمعات المفتوحة والأكثر حرية فيمكنهم أن يتذرعوا فقط بالجبن ما زال وثائقي الرسوم المتحركة لميشيل جوندري هال الرجل الطويل سعيد يعرض في مسارح محددة في مدينة نيويورك وغيرها من المدن الكبرى في الولايات المتحدة بعد أن تنقل كثير من الإطراءات هل شاهدت الفيلم؟ هل سررت به؟ ملاحظة المحرر هل الرجل الطويل سعيد؟ وثائقي يعتمد على سلسلة لقاءات مصورة مع نعوم تشومسكي شاهدته جوندري فنان كبير والفيلم منجز بحساسية وذكاء ويحاول معالجة بعض الأفكار المهمة غالبا غير مفهومة حتى لمن هم في المجال بطريقة واضحة وبسيطة جدا مع بعض اللمسات الشخصية أيضا التي بدت لي حساسة جدا ومدروسة هل بإمكان الحضارة أن تبقى في هيئة الرئيس مالية؟ القائمة فعليا سي جي بول كيرونيو صرح أوباما في خطابه القومي المتلفز عشية الذكرى الثالثة عشر لهجمات الحد عشر من أيلول سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة أمام الشعب الأمريكي وبقية العالم أن الولايات المتحدة عائدة للحرب في العراق هذه المرة ضد من أعلنوا على أنفسهم أنهم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا داعش هل العراق عمل غير منتهن للغزو الأمريكي للعراق في 2003؟ أو أن الوضع هناك مجرد نتيجة حتمية لجدول الأعمال الاستراتيجي لإمبراطورية الفوضى نعوم تشومسكي حتمية كلمة قوية لكن ظهور داعش والانتشار الواسع للجهاديين الأصوليين هو ناتج طبيعي تماما لاستخدام واشنطن مترقتها الثقيلة في المجتمع الهشي في العراق الذي لم يكد مرتبطا ببعضه بعضا بعد عقد من العقوبات الأمريكية البريطانية الثقيلة جدا بل إن دبلوماسيين الدوليين المحترمين الذين أداروها بواسطة الأمم المتحدة استقالوا نتيجة الاحتجاجات التي اتهمتهم أنهم كانوا إباديين أخيرا كتاب أحد أهم محللي لاتجاه السائد الأكثر احتراما للقضايا الأمريكية المتعلقة بالشرق الأوسط وهو عميل سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية جراهام فولر أظن أن الولايات المتحدة هي واحد من المبدعين الأساسيين لداعش لم تخطط الولايات المتحدة لتشكيل داعش لكن تدخلاتها المدمرة في الشرق الأوسط والحرب على العراق كانت الأسباب الأساسية لولادة داعش أظن أنه محق الوضع كارثة بالنسبة إلى الولايات المتحدة لكن هذا نتيجة طبيعية للغزو الذي قامت عليه كان إشعال الصراعات الطائفية التي تقسم العراق اليوم إلى أجزاء وتنتشر في المنطقة ككل مع نتائجها سيئة أكثر النتائج سوءا للعدوان الأمريكي البريطاني يبدو أن داعش تمثل حركة جهادية جديدة مع ميول متأصلة أكثر نحو الهمجية في المسعى لتنفيذ مهمتها في إعادة تأسيس الخلافة الإسلامية ورغم ذلك تبدو أكثر قدرة على تجنيد شباب المسلمين الأصوليين من قلب أوروبا وحتى في أستراليا من القاعدة نفسها في رأيك لماذا أصبح التعصب الديني هو القوة الموجهة للعديد من الحركات الإسلامية حول العالم كما فعلت بريطانيا من قبل مالت الولايات المتحدة إلى دعم الإسلام الأصولي ومعارضة القومية العلمانية التي رأت فيها كلتا الدولتين الإمبرياليتين أكثر تهديدا لأهدافها في السيطرة والهيمنة عندما يتم تحطيم الخيارات العلمانية فإن تطرف الديني غالبا ما يملأ الفراغ تجدر ملاحظة أن التعصب الديني ينتشر في الغرب أيضا بينما تتراجع الديمقراطية الولايات المتحدة مثال لافت على ذلك ليس هناك العديد من البلدان في العالم حيث الغالبية العظمى من السكان تؤمن أن يد الله توجه التطور وتقريبا نصف هؤلاء يظنون أن العالم خلق قبل بضعة آلاف من السنين وبما أن الحزب الجمهوري أصبح متطرفا في خدمة الثروة وقوة الشركات ولذا لا يستطيع أن يناشد الجمهور فيما يتعلق بسياساته الفعلية فإنه أرغم على الاعتماد على هذه القطاعات كأساس للانتخابات فأعطاهم تأثيرا أساسيا في السياسة ارتكبت الولايات المتحدة جرائم حرب كبرى في العراق لكن أفعال العنف التي ترتكب هذه الأيام ضد المدنيين في البلد خاصة ضد الأطفال والناس الذين ينتمون إلى إثنيات مختلفة والمجتمعات الدينية هي أيضا مروعة حقا نظرا إلى أن العراق أظهر أطول مدة من الاستقرار السياسي في ظل حكم صدام حسين ما هي الدروس التعليمية التي يجب على الفرد أن يستخلصها من الحالة المتخبطة جدا في ذلك الجزء من العالم الدرس الأكثر أهمية أنه من الحكمة التزام المعايير الحضارية والقانون الدولي ليس من المضمون أن لا يكون للعنف الإجرامي الذي تمارسه الدول المارقة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نتائج فاجعة لكننا نكاد لا نستطيع أن ندعي أننا فوجئنا عندما تحدث تشكل الهجمات الأمريكية ضد قواعد داعش في سوريا دون موافقة وتعاون من النظام السوري بقيادة بشار الأسد انتهاكا للقانون الدولي كما ادعت دمشق وموسكو وطهران قبل بدء الضربات على أي حال؟ أليس من الممكن أن يزيد تدمير قوات داعش في سوريا قوة النظام السوري؟ أم أن نظام الأسد يخشى أنه سيكون التالي في اللائحة؟ بقي نظام الأسد هادئا نوعا ما فهو مثلا لم يناشد مجلس الأمن للعمل على وقف الهجوم الذي هو دون شك انتهاك لميثاق الأمم المتحدة أساس القانون الدولي الحديث إذا كان أحد ما يهتم جزء من القانون الأعلى على الأرض في الولايات المتحدة في ظل الدستور يستطيع نظام الأسد دون شك أن يرى ما تراه باقية دول العالم الهجمات على داعش تضعف عدوه الأساسي عادت الحياة في غزة إلى الحالة الطبيعية بعد أن اتفقت حماس وإسرائيل على وقف إطلاق النار إلى متى يستمر ذلك؟ أتردد في استخدام تعبير الحالة الطبيعية حتى أن الهجوم الأخير كان أكثر وحشية من سابقه وأثره مرعب تضاف الدكتاتورية العسكرية المصرية المعادية جدا لحماس إلى المأساة ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ كان هناك نمط نظامي منذ البداية كالاتفاق الذي تم التواصل إليه بين إسرائيل وسلطة الفلسطينية في 22 نوفمبر 2005 دعي فيه إلى فتح معبر بين غزة ومصر عند رفح لتصدير البضائع وعبور الناس عملية مستمرة للعبور بين إسرائيل وغزة من أجل تصدير استيراد البضائع وعبور الناس تقليل معوقات الحركة ضمن الضفة الغربية حماية الشاحنات والحافلات المتنقلة بين غزة والضفة الغربية وبناء المناء في غزة وإعادة افتتاح المطار في غزة الذي هدمه القصف الإسرائيلي الاتفاقات اللاحقة كانت مغيرة فيما يتعلق بالمواضيع نفسها والاتفاق الحالي كذلك كانت إسرائيل تتجاهل الاتفاقات في كل مرة بينما تبقى حماس ملتزمة وفق اعتراف إسرائيل حتى ينتزع تصعيدا إسرائيليا ما ردا من حماس وهو ما يعطي إسرائيل فرصة أخرى لجز العشب وفق تعبيرها الذكي المدة المؤقتة من الهدوء أي الهدوء الأحادي الجانب تسمح لإسرائيل بتمرير سياستها في السيطرة على كل ما تريده في الضفة الغربية تاركة الفلسطينيين في أقاليم مقطعة وهذا كله بالطبع يتم بدعم قوي من الولايات المتحدة عسكريا واقتصاديا وديبلوماسيا وأيديولوجيا لتأطير القضايا بالاتفاق مع المنظور الإسرائيلي الأساسي في الواقع كان ذلك هو الهدف من انسحاب إسرائيل من غزة في 2005 بصفتها القوة المحتلة المعترف بها من العالم بأسره حتى الولايات المتحدة عدى إسرائيل بالطبع وقد لخص الهدف بوضوح وبصراحة المخطط وكبير المفاوضين في الانسحاب والرفيق المقرب من رئيس الوزراء شارون دوف ويسيغلاس حين أخبر الصحافة تكمن أهمية مخطط الانسحاب في تجميد عملية السلام وعندما تجمد تلك العملية فأن تتمنع قيام دولة فلسطينية وأن تتمنع الحديث عن اللاجئين والحدود والقدس فعليا هذه الرزمة كلها التي تدعى الدولة الفلسطينية مع كل ما تقتضيه أزيلت من جدول أعمالنا وكل هذا مع السلطة والإذن تم مع المباركة الرئاسية الأمريكية وتصديق مجلسي الكونغريس أعيد هذا النمط مرارا وتكرارا ويبدو أنه يعاد تشريعه ثانية اليوم لكن بعض المعلقين الإسرائيليين المطلعين اقترحوا أن إسرائيل ربما تخفف تعذيبها غزة في النهاية تستمر سيطرتها غير الشرعية على معظم الضفة الغربية بما فيها القدس الكبرى حتى الآن إلى درجة أن السلطات الإسرائيلية قد تتوقع أن ذلك غير قابل للنقد وهم الآن لديهم حليف متعاون في ديكتاتورية العسكرية في مصر أكثر من ذلك فإن ظهور داعش والتمزق العام للمنطقة حسن التحالف السرية مع سعودية ومن الممكن مع آخرين من المنطقي القول إن إسرائيل ربما تخرج من عزلتها الشديدة رغم أن مؤشرات ذلك لا تبدو ملحوظة حتى الآن حركت مجزرة إسرائيل الأخيرة في غزة الوجدان الشعبي العام في كل أنحاء العالم على نحو متزيد ضد إسرائيل إلى أي مدى كان هذا ترجمة للدعم غير المشروط المقدم من الولايات المتحدة إلى إسرائيل المتفويقة في اللاعب على العوامل السياسية المحلية وتحت أي شروط ترى أنه من الممكن أن يحدث التغيير في سياسة واشنطن تجاه تل أبيب هناك عوامل السياسية محلية قوية جدا توضح أحد التفسيرات في منتصف الاعتداء الإسرائيلي الأخير حيث بدأ في نقطة ما أن مخزون الأسلحة الإسرائيلية سيقل فزودت الولايات المتحدة إسرائيل بالأسلحة المتطورة بسخاء ما مكنها من المضي في الهجوم أكثر أخذت هذه الأسلحة من المخازن التي وضعتها الولايات المتحدة مسبقا في إسرائيل كي تستخدمها القوات الأمريكية في النهاية وهذا أحد المؤشرات العديدة على الارتباطات العسكرية القوية التي تعود إلى عدة سنوات والعلاقات الاستخباراتية فيما بينها كما أن إسرائيل أحد المواقع المفضلة بالنسبة إلى المستثمرين الأمريكيين ليس لاقتصادها العسكري المتقدم فقط هناك كتلة أصوات ضخمة من المسيحيين الإنجليين التي تؤيد إسرائيل بتعصب وهناك أيضا اللوبي الإسرائيلي الفعال الذي غالبا ما يدفع بابا مفتوحا ويتراجع بسرعة عندما يواجه قوة أمريكية على نحو لا يدعو للاستغراب لكن هناك تغيرات في الشعور الشعبي خاصة بين الشباب بما فيهم المجتمع اليهودي أنا أختبر ذلك شخصيا كما يفعل الآخرون كان علي فعليا قبل وقت قريب أن أحصل على حماية الشرطة عندما كنت أتحدث عن هذه المواضيع في حرم الجامعات حتى في جامعتي وقد تغير ذلك كثيرا حتى الآن التضامن الفلسطيني هو التزام أساسي بالنسبة إلى عدد من حرم الجامعات وبمرور الوقت قد تجتمع هذه التغيرات مع بعض العوامل الأخرى لتقود إلى التغير في السياسة الأمريكية حدث هذا من قبل لكنه يحتاج إلى عمل مجتهد وجدي ومخلص ما هي أهداف وغايات سياسة الأمريكية في أوكرانيا غير إثارة المشكلة ثم ترك القوى الأخرى تؤدي العمل القذر بدأت الولايات المتحدة مباشرة بعد سقوط جدار برلين والانهيار اللاحق إلى الاتحاد السوفيتي توسيع سيطرتها بما فيها عضوية الناتو فوق المنطقة التي تحررت من سيطرة الروسية وذلك في انتهاك للوعد الشفهي الذي أعطي لغورباتشو الذي رفضت الاحتجاجات عليه أوكرانيا هي بالتأكيد الثمرات الناضجات التالية التي تأمل الولايات المتحدة أن تختفها من الشجرة ألا تملك روسيا حقا شرعيا بالقلق من التحالف الأوكراني المحتمل مع الناتو قلق شرعي جدا من تمدد الناتو عامة هذا واضح جدا حتى أن موضوع المقالة الرئيسية في مجلة المؤسسة الرئيسية فورين أفيرز كان يدور حول هذه القضية بقلم العالم في العلاقات الدولية جون ميرشماير الذي قال إن الولايات المتحدة هي وراء الأزمة الأوكرانية الحالية بالنظر إلى الوضع الحالي في العراق سوريا، ليبيا، نيجيريا، أوكرانيا، بحر صين وحتى أجزاء من أوروبا يبدو تعليق زبجينو بريجينيسكي الأخير على قناة MSNBC مناسبا نوعا ما إذ قال نواجه نوعا من الفوضى التي تنتشر ديناميكيا في أجزاء العالم كم من هذه التطورات مرتبط بتراجع الهيمنة العالمية وتوازن القوى الذي كان موجودا في مرحلة الحرب الباردة وصلت القوة الأمريكية إلى ذروتها في 1945 وتراجعت بثبات منذ ذلك كان هناك تغيرات عدة في سنوات الأخيرة أحدها ظهور الصين كقوة عظمى والتغير الآخر تحرر أمريكا اللاتينية من السيطرة الإمبريالية بالنسبة إلى القرن الأخير السيطرة الأمريكية للمرة الأولى خلال 500 عام وبالارتباط مع هذه التطورات جاء ظهور كتلة البريكس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ومنظمة تعاون شانجهاي التي مقرها في الصين وتضم الهند وباكستان ودول وسط آسيا وغيرها لكن الولايات المتحدة الأمريكية تبقى القوة العالمية المسيطرة إلى حد كبير في الشهر الماضي كانت الذكرى التاسعة والستين للقصف الذري الأمريكي لمدن هيروشيما ونكازاكي في اليابان ولا يزال نزع السلاح النووي وهما حتى الآن في مقالتك الأخيرة أكدت نقطة أننا محظوظون لمجرد أننا تفادينا وقوع حرب نووية حتى الآن إذن هل تظن أنها مسألة وقت قبل أن تقع الأسلحة النووية في أيدي الجماعات الإرهابية؟ الأسلحة النووية هي فعلا في أيدي الجماعات الإرهابية إرهابي الدول والولايات المتحدة أولهم من المعقول أن أسلحة الدمار الشامل أيضا تقع في أيدي إرهابيي البيع بالتجزئة ما يزيد كثيرا الأخطار الهائلة التي تهدد البقاء منذ أواخر السبعينيات عادت معظم الاقتصادات المتقدمة إلى الرئيس مالية اللصوصية وكانت النتيجة أن وصل غياب المساواة في الثروة والدخل إلى مستويات مرتفعة على نحو مثير للدهشة الفاقة تصبح محصنة البطالة تزداد مستويات المعيشة تتراجع بالإضافة إلى ذلك الرئيس مالية القائمة فعليا تسبب دمارا وضررا بيئيا هائلا الأمر الذي يقودنا مع الانفجار السكاني إلى كارثة عالمية تامة هل يمكن أن تبقى الحضارة في صورة الرئيس مالية القائمة فعليا؟ أولا دعني أقول ما يتبادر إلى ذهني عند سماعي تعبير الرئيس مالية القائمة فعليا وهو ما هو موجود فعلا وما يعرف بالرئيس مالية الولايات المتحدة تمثل الحالة الأكثر أهمية وأسباب ذلك واضحة مصطلح الرئيس مالية مبهم بما يكفي ليخبي احتمالات عدة هو يستخدم عموما للإشارة إلى النظام الاقتصادي الأمريكي الذي يتلقى تدخلا كبيرا من الدولة يتراوح من الإبداعات الخلاقة إلى سياسة التأمين الحكومي الكبير جدا على الفشل المتابعة مع المصارف التي هي احتكارية جدا وتعتمد سوقا مقيدا جدا من المهم أن نضع في الذهن مقياس خروج الرئيس مالية القائمة فعليا من رئيس مالية السوق الحرة الرسمية لنذكر بعض الأمثلة فقط في سنوات العشرين الأخيرة ارتفع نصيب أرباح أكبر مئتي مشروع بحدة مسبغا صفة الاقتصاد الاحتكاري على الاقتصاد الأمريكي وقد قوض هذا الأسواق مباشرة وتم تجنب حروب الأسعار بالسعي إلى خلق اختلافات ليس لها معنى من المنتجات عبر الإعلانات الضخمة التي هي بحد ذاتها مكرسة لتقويض الأسواق في المعنى الرسمي اعتمادا على اتخاذ المستهلكين المطلعين خيارات عقلانية الحواسب والإنترنت إضافة إلى المكونات الأساسية الأخرى لثورة تقانة المعلومات كانت تتبع قطاع الدولة إلى أحد كبير البحث وتطوير الإعانة المالية الاقتناء وغيرها من الوسائل وكانت لعقود سابقة تنتمي إلى مشاريع خاصة تتكيف مع الأسواق التجارية والربح قيم الاقتصاديون والصحافة الأعمال سياسة التأمين الحكومي التي تزود المصارف الكبرى بميزات كبيرة ليجدوا أنها تصل تقريبا إلى أكثر من 80 مليار دولار سنويا لكن دراسة حديثة لصندوق النقد الدولي تشير إلى أنه ربما أكبر المصارف الأمريكية ليست مربحة جدا على الإطلاق أضف إلى ذلك أن مليارات الدولارات التي يزعمون كسبها لأصحاب أسهمهم كانت تقريبا كلها منحة من دافعي الضرائب الأمريكيين وهذا مقتبس من صحافة الأعمال بطريقة ما يفسر كل هذا الخراب الاقتصادي الجاري بسبب الرأسمالية المعاصرة التي شدت عليها في سؤالك ديمقراطية الرأسمالية القائمة فعليا RECD للاختصار تلفظ ريكت غير متوافقة على الإطلاق مع الديمقراطية يبدو لي من غير المحتمل أن تبقى الحضارة على شكل الرأسمالية القائمة فعليا والديمقراطية المخففة جدا التي ترافقها أما هل يمكن للديمقراطية الفعالة أن تصنع فرقا؟ فالتفكير في أنظمة غير موجودة يمكنها أن يكون تخمينا فقط لكنني أظن أن هناك سببا ما للتفكير في ذلك الرأسمالية القائمة فعليا هي خلق إنساني ويمكن أن تتغير أو تستبدل كتابك Masters of Mankind الذي صدر في أيلو سبتمبر 2014 عن Hey Market Books هو مجموعة من المقالات المكتوبة بين 1969 و2013 لقد تغير العالم بمقدار كبير خلال هذه المدة لذا سؤالي هل تغير فهمك للعالم عبر الزمن؟ وإذا كان قد تغير فما هي أكثر الأحداث التي ساعدت في تبديل منظورك للسياسة؟ تغيرت طريقة فهمي للعالم مع الزمن لأنني تعلمت أكثر عن الماضي والأحداث المستمرة تضيف بانتظام مواد مهمة جديدة لا أستطيع حقا أن أحدد أحداثا أو أشخاصا معينين فالأمر تراكمي إنها عملية مستمرة من إعادة التفكير في ضوء المعلومات الجديدة وإعطاء اهتمام أكبر للأشياء التي لم أكن أفهمها على الأرجح على أي حال تبقى السلطة الهرمية والتعسفية في صميم السياسات في عالمنا ومصدر جميع الشرور في آخر حديث لنا عبرت عن تشاؤمي حول مستقبل نوعنا أجبت بالقول أشاركك رأيك لكن لنبقى متذكرين السطر الذي أقتبسه أحيانا من المقتطفات الأدبية التي تعرف الشخص النموذجي الذي يفترض أنه سيد نفسه الشخص الذي يستمر بالمحاولة رغم أنه يعلم أنه ليس هناك أمل هل ما زال الوضع على حاله؟ لا يمكننا أن نعرف بالتكيد لكن ما نعرفه أننا إذا استسلمنا لليأس فسنساعد في ضمان أن الأسوأ سوف يحدث وإذا تمسكنا بالآمال الموجودة وعملنا على استخدامها بأفضل ما يمكن فقد يكون هناك عالم أفضل ليس هناك الكثير من الخيارات انتهى الجزء الأول من كتاب العالم إلى أين؟ للكاتب نعوم تشومسكي حوره سي جي بولي كورونيو ترجمة ريم طويل منصة فاستمع للكتب الصوتية كتاب ينطق